الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب ويجوز تشديد النون في مثنى الذي والتي سواء اكان بالالف ام باليا وقد قرئا والذاني يأتيانها منكم كما قرئا ربنا ارنا الذيني بتشديد النون فيهما واكثر ما يستعمل الولى لجمع الذكور العقلاء ومن استعماله للعاقل وغيره قول الشار وتبلى الولى يستلئمون على الولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي ومن استعماله في جمع المؤنث قول الاخر محى حبها حب الولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله وكذلك اللائي فقد تستعمل لجماعة الذكور العقلاء نادرا كقول الشار هم اللائي أصيبوا يوم فلج بداهية تميد لها الجبال وقول الاخر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحزور عنوان الموصول المشترك الصفحة الثانية والثلاثون بعد المياه الأسماء الموصولة المشتركة هي التي تكون بلفظ واحد للجميع فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وهي من وما وذا وأي وذو غير أن من للعاقل وما لغيره وأما ذا وأي وذو فتكون للعاقل وغيره تقول نجح من اجتهد ومن اجتهدت ومن اجتهد ومن اجتهدت ومن اجتهد ومن اجتهدنا وتقول اركب ما شئت من الخيل وقرأ من الكتب ما يفيدك نفعا وتقول من ذا فتح الشام أي من الذي فتحها وماذا فتح ابو عبيدة وتقول اكرم ايهم اكثر اجتهادا أي الذي هو اكثر اجتهادا واركب من الخيل ايها هو اقوى اي الذي هو اقوى وتقول اكرم ذو اجتهد وذو اجتهدت اي اكرم الذي اجتهد والتي اجتهدت عنوان من وما الموصوليتان الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئة قد تستعمل من لغير العقلاء وذلك في ثلاث مسائل الاولى ان ينزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وقول امرئ القيس الا ان صباحا ايها الطلل البالي وهل يعي من من كان في العصر الخالي وقول العباس بن الاحنف بكيت على سرب القطى اذ مررنبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير اسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطير فدعاء الاصنام التي لا تستجيب الدعاء في الاية الكريمة ونداء القطى والطلل في البيتين سوض تنزيلها منزلة العاقل اذ لا ينادى الا العقلاء الثانية ان يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد كقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق وقوله الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض فعدم الخلق يشمل الادميين والملائكة والاصنام من المعبودات من دون الله والسجود لله يشمل العاقل وغيره ممن في السماوات والارض الثالثة ان يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل بمن كقوله عز شأنه والله خلق كل دابة منا فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض وقد فصلها على ثلاثة أنواع الزاحف على بطنه والماشي على رجلين والماشي على أربع وقد تستعمل مال العاقل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وكقولهم سبحان ما سخر كن لنا وقولهم سبحان ما يسبح الرعد بحمده وذلك قليل وأكثر ما تكون ما للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد كقوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فإن ما فيهما ممن يعقل وما لا يعقل في حكم واحد وهو التسبيح كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم عنوان ذا الموصولية الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين وأن لا يراد بها الإشارة وأن لا تجعل مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام فإن أريد بها الإشارة مثل ماذا التواني من ذا القائم أي ما هذا التواني من هذا القائم فيسم إشارة وإن جعلت مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام مثل لماذا أتيت أي لم أتيت وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي من الذي يشفع عنده كانت مع ما قبلها اسم استفهام وقد تقع ذا في تركيب تحتمل أن تكون فيه موصولية وما قبلها استفهام وأن تكون مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا أنفقت إذ يجوز أن يكون المعنى ما أنفقت وأن يكون ما الذي أنفقته ويظهر أثر ذلك في التابعة فإن جعلت ذا مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام قلت ماذا أنفقت أدرهما أم دي نارا ومن ذا أكرمت أزهيرا أم أخاه بالنصب وإن جعلت ما أو من للاستفهام وذا موصولية قلت ماذا أنفقت أدرهم أم دي نار ومن ذا أكرمت أزهير أم أخوه بالرف ومن جعل ما للاستفهام وذا موصولية قول لبيت ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أن ضلال وباطل عنوان أي الموصولية الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئة أي الموصولية تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع وتستعمل للعاقل وغيره والأسماء الموصولية كلها مبنية إلا أي هذه فهي معربة بالحركات الثلاث تقول يفلح أي هو مجتهد وأكرمت أي هي مجتهدة وأحسنت إلى أي هم يجتهدون ويجوز أن تجنى على الضم وهو الأفصح إذا أضيفت وحذف صدر صلتها مثل أكرم أيهم أحسن أخلاقا قال الله تعالى ثم لننز عن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتياه وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل كما يجوز في هذه الحالة إعرابها بالحركات الثلاث أيضا تقول أكرم أيهم أحسن أخلاقا وقد روي الشعر بجر أي بالكسرة أيضا كما قرئ أيهم بنصب أي في الآية الكريمة فإن لم تضف أو أضيفت وذكر صدر صلتها كانت معربة بالحركات الثلاث لا غير فالأول مثل أكرم أي مجتهد وأي هو مجتهد الثاني مثل أكرم أيهم هو مجتهد عنوان ذو الموصولية الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئة تكون ذو اسم موصول بلفظ واحد للمخرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وذلك في لغة طي من العرب ولذلك يسمونها ذو الطائية تقول جاء ذو اجتهد وذو اجتهدت وذو اجتهد وذو اجتهدت وذو اجتهد وذو اجتهدنا قال الشاعر فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت اي بئري التي حفرتها والتي طويتها اي بنيتها وقول الاخر فان كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا اي من الذي عندهم عنوان صلة الموصول الصفحة الثامنة والثلاثون بعد المئة يحتاج الاسم الموصول الى صلة وعائد ومحل من الاعراب فالصلة هي الجملة التي تذكر بعده فتتمم معناه وتسمى صلة الموصول مثل جاء الذي اكرمته ولا محل لهذه الجملة من الاعراب والعائد ضمير يعود الى الموصول وتشتمل عليه هذه الجملة فان قلت تعلم ما تنتفع به فالعائد الها لانها تعود الى ما وان قلت تعلم ما ينفعك فالعائد الضمير المستثرف ينفع العائد الى ما ويشترط في الضمير العائد الى الموصول الخاص ان يكون مطابقا له احرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا تقول اكرم الذي كتبا والتي كتبت والذين كتبا والتين كتبتا والذين كتبوا والتي كتبنا اما الدمير العائد الى الموصول المشترك فلك فيه وجهان مراعاة لفظ الموصول فتفرده وتذكره مع الجميع وهو الاكثر ومراعاة معناه فيطابقه افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا تقول كرم من هذبك للجميع ان راعيت لفظ الموصول وتقول كرم من هذبك ومن هذباك ومن هذبتاك ومن هذبوك ومن هذبنك ان راعيت معناه وان عاد عليه ضميران جاز في الاول اعتبار اللفظ وفي الاخر اعتبار المعنى وهو كثير ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فقد اعاد الضمير فيه يقول على من مفردا ثم اعاد عليه الضمير في قوله وما هم بمؤمنين جمعا وقد يعتبر فيه اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث فافرد الضمير ثم قال اولئك لهم عذاب مهين فجمع اسم الاشارة ثم قال واذا تتلى عليه اياتنا فافرد الضمير ومحل الموصول من الاعراب يكون على حسب موقعه في الكلام فطارة يكون في محل رفع مثل قد افلح من تزكى وطارة يكون في محل نصب مثل احبب من يحب الخير وطارة يكون في محل جر مثل جد بما تجد لو اشترط في صلة الموصول ان تكون جملة خبرية مجتملة على ضمير بارز او مستتر يعود الى الموصول ويسمى هذا الضمير عائدا لعوده على الموصول فمثال الضمير البارز لا تعاشر الذين يحسنون لك المنكر ومثال الضمير المستتر صاحب من يدلك على الخير والمراد بالجملة الخبرية ما لا يتوقف تحقق مضمونها على المطق بها فاذا قلت اكرمت المجتهد او ساكرمه فتحقق الاكرام لا يتوقف على الاخبار به فما كان كذلك من الجمل صح وقوعه صلة للموصول اما الجمل الانشائية وهي ما يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها فلا تقع صلة للموصول كجمل الامر والنهي والتمني والترجي والاستفهام فان قلت خذ الكتاب فتحقق اخذه لا يكون الا بعد الامر به اما الجملتان الشرطية والقسمية فهما انشائيتان ان كان جوابهما انشائيا مثل ان اجتهد علي فاكرم وبالله اكرم المجتهد وخبريتان ان كان جوابهما خبريا مثل ان اجتهد علي كرمته وبالله لأكرمنا المجتهد عنوان فوائد ثلاث الصفحة الاربعون بعد المئة واحد يجب ان تقع صلة الموصول بعده فلا يجوز تقديمها عليه وكذلك لا يجوز تقديم شيء منها عليه ايضا فلا يقال اليوم الذين اجتهدوا يكرمون غدا بل يقال الذين اجتهدوا اليوم لاما الظرف هنا من متممات الصلة اثنان تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا مثل اكرم من عنده ادب واحسن الى من في دار العجزة لانهما شبيهتان بالجملة فان التقدير من استقر او وجد عنده ادب ومن استقر او وجد في دار العجزة والصلة في الحقيقة انما هي الجملة المحذوفة وحرف الجر والظرف متعلقان بفعلها ثلاثة يجوز ان يحذف الضمير العائد الى الموصول ان لم يقع بحذفه التباس كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا اي خلقت وقوله فاقض ما انت قاض اي قاضيه وقولهم ما انا بالذي قائل لك سوءا اي بالذي هو قائل عنوان ثمانية اسماء الاستفهام الصفحة الحادية والاربعون بعد المئة اسم الاستفهام هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء نحو من جاء كيف انت واسماء الاستفهام هي من ومن ذا وما وماذا ومتى وايان واين وكيف وانا وكم واي واليك شرحها من ومن ذا من ومن ذا يستفهم بهما عن الشخص العاقل تقول من فعل هذا ومن ذا ومن ذا مسافر قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وقد تشربان معنى النفي الانكاري كقولك من يستطيع ان يفعل هذا اي لا يستطيع ان يفعله احد ومنه قوله تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله اي لا يغفرها الا الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اي لا يشفع عنده احد الا باذنه عنوان ما وماذا الصفحة الحادية والاربعون بعد المئة ما وماذا يستفهم بهما عن غير العاقل من الحيوانات والنبات والجماد والاعمال وعن حقيقة الشيء او صفته سواء اكان هذا الشيء عاقلا ام غير عاقل تقول ما او ماذا ركبت او اشتريت ما او ماذا كتبت وتقول ما الاسد ما الانسان من نخل ما الذهب تستفهم عن حقيقة هذه الاشياء وتقول زهير من فحول شعراء الجاهلية فيقول قائل ما زهير يستعلم عن صفاته ومميزاته وقد تقع من ذا وما ذا في تراكيبة يجوز ان تكون فيها استفهاميتين وان تكون من وما للاستفهام وذا بعدهما اسم موصول وقد تتعين من وما للاستفهام فتتعين ذا للموصولية او الاشارة وقد تقدم شرح ذلك في الكلام علىها الموصولية في الفصل السابق عنوان من وما النكرتان الموصوفتان الصفحة الثانية والاربعون بعد المئة كما تقع من وما موصوليتين واستفهاميتين كما تقدم تقعان شرطيتين كقوله تعالى من يفعل سوءا يجز به وقوله وما تنفق من خير يوف اليكم وقد تقعان نكرتين موصوفتين ويتعين ذلك اذا وصلت بمفرد او سبقت هما رب الجار لانها لا تباشر الا النكرات فمن وصفهما بمفرد ان تقول رأيت من محب لك وما سار لك اي شخصا محب لك وشيئا سار لك وجئتك بمن محب لك وبمن سار لك اي بشخص محب لك وشيء سار لك ومنه قول حسان ابن ثابت فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد ايانا اي على قوم غيرنا وقول الاخر لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا ولا يجوز ان تكون من وما فيما تقدم موصوليتين لان الاسم الموصول يحتاج الى جملة توصل به وهو هنا موصول بمفرد فان رفعت ما بعدها على انه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جاز فتكونان حينئذ اما نكرتين موصوفتين بجملة المبتدأ والخبر واما موصولتين وجملة المبتدأ والخبر صلة لهما فاذا قلت جاءني من محب لي وما صار لي جاز ان تكون موصوفتين بمفرد فيكون محب وصار صفتين لهما وان تكون موصوفتين بجملة فيكون محب وصار خبرين لمبتدأين محذوفين وجاز ان تكون موصولتين بجملة المبتدأ والخبر ومن سبق رب اياهما قول الشاعر رب من انضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع اي رب رجل وقول الاخر ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقال اي رب شيء من الامر ولا يجوز ان تكون من وما هنا موصولتين لان الاسم الموصول معرفة ورب لا تباشر شيئا من المعارف فلا تدخل الا على النكرات واذا قلت اتصم بمن يهديك سبيل الرشاد وتمسك بما تضلغ به السداد جاز ان تكون موصولتين فالجملة بعدهما صلة لهما وان تكون نكرتين موصوفتين فالجملة بعدهما صفة لهما فان كان المراد بمن يهدي شخصا معهودا وبما يبلغ امرا معهودا كانت موصولتين وان كان المراد شخصا ما هاديا وامرا ما مبلغا كانت نكرتين موصوفتين واما قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا فجزم قوم بانها موصوفة وجماعة بانها موصولة والاول اقرب وقال الزمخشري انقدرت ال في في الناس للعهد فموصولة او للجنس فموصوفة يريد ان المعرف بال العهدية تعريفه معنوي كما هو لفظي فيناسبه ان تجعل من موصولية لان الموصول معرف تعريف ما تسبقه ال العهدية واما المعرف بال الجنسية فتعريفه لفظي وهو في معنى النكرة فيناسبه ان تجعل من معه نكرة موصوفة انتهى الوجه الاول عنوان متى الاستفهمية الصفحة الرابعة والارضعون بعد المئة متى ظرف يستفهم به عن الزمانين الماضي والمستقبل نحو متى اتيت متى تذهب قال تعالى متى نصر الله ويكون اسم شرط جازما كقول الشاعر انا ابن جلى وطلاع الثنايا متى اضع الامام متى تعرفوني اين الاستفهمية الصفحة الخامسة والارضعون بعد المئة اين ظرف يستفهم به عن المكان الذي حل فيه الشيء نحو اين اخوك اين كنت اين تتعلم واذا سبقته من كان سؤالا عن مكان بروز الشيء نحو من اين قدمت وان تضمن معنا الشرط جزم الفعلين ملحقا بما الزائدة للتوكيد كقوله تعالى اينما تكون يدرككم الموت او مجردا منها نحو اين تجلس اجلس عنوان ايام الاستفهمية الصفحة الخامسة والارضعون بعد المئة ايام ظرف بمعنى الحين والوقت ويقارب معما متى ويستفهم به عن الزمان المستقبل لا غير نحو ايام تسافر اي في اي وقت سيكون سفر واكثر ما تستعمل في مواضع التفخيم او التهويل كقوله تعالى يسأل ايانا يوم الدين اي في اي وقت سيكون يوم الدين اي يوم الجزاء على الاعمال وهو يوم القيامة وقد تتضمن ايانا معنى الشرط فتجزم الفعلين ملحقة بها ما الزائدة او مجردة عنها نحو ايانا او ايانا ما تجتهد تنجح عنوان كيف الاستفهامية الصفحة الخامسة والاربعون بعد المئة كيف اسم يستفهم به عن حالة الشيء نحو كيف انت اي على اية حالة انت وقد تشرب معنى التعجب كقوله تعالى كيف تكفرون بالله او معنى النفي والانكار نحو كيف افعل هذا او معنى التوبيخ كقوله تعالى وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسولك وكيف اسم مبني على الفتح ومحله من الاعراب اما خبر عما بعده ان وقع قبل ما لا يستغني عنه نحو كيف انت وكيف كنت ومنه ان تقع ثاني مفعول ظن واخواتها لانه في الاصل خبر نحو كيف تظن الامر وان من نصب على الحال مما بعده ان وقع قبل ما يستغني عنه نحو كيف جاء خالد اي على اي حال جاء وان من نصب على المفعولية المطلقة كقوله تعالى لم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل اي اي فعل فعل وقد تتضمن كيف معنى الشرط ملحقة بما الزائدة للتوكيد نحو كيف ما تكن يكن قرينك او غير ملحقة بها نحو كيف تجلس اجلس ومن النحاك من يجزم بها كما رأيت وهم الكوفيون ومنهم من يجعلها شرطا غير جازم فالفعلان بعدها مرفوعان وهم البصريون عنوان ان الاستشهامية الصفحة السادسة والاربعون بعد المئة ان تكون الاستشهام بمعنى كيف نحو ان تفعل هذا وقد نهيت عن اي كيف تفعل وبمعنى من اين كقوله تعالى يا مريم ان لك هذا اي من اين لك هذا واذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين نحو ان تجلس اجلس وهي ظرف للمكان عنوان كم الاستشهامية الصفحة السابعة والاربعون بعد المئة كم يستفهم بها عن عدد يراد تعيينه نحو كم مشروعا خيريا اعنت اي كم عدد المشروعات الخيرية التي اعنتها عنوان اي الاستشهامية الصفحة السابعة والاربعون اربعون بعد المئة اي يطلب بها تعيين الشيء نحو اي رجل جاء واي امرأة جاءت ومنه قوله تعالى ايكم زادته هذه ايمانا واذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين نحو اي رجل يستقن ينجح وقد تكون دالة على معنى الكمال وتسمى ايا الكمالية وهي اذا وقعت بعد نكرة كانت صفة لها نحو نحو خالد رجل اي رجل اي هو كامل في صفات الرجال واذا وقعت بعد معرفة كانت حالا منها نحو مرط بعبد الله اي رجل ولا تستعمل الا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات ولا تطابقه في غيرهما ويجوز ترك المطابقة فيهما وقد تكون رسلة لنداء ما فيه الملحقة بها التنبيهية نحو يا ايها الناس وقد تكون اسم موصول كما تقدم في الفصل السابق واي في جميع احوالها مغربة بالحركات الثلاث الا اذا كانت موصولية مضافة ومحذوفا صدر صلتها كما اوضحنا ذلك في الفصل الذي قبل هذا عنوان تسعة اسماء الكناية الصفحة الثامنة والاربعون بعد المئة اسماء الكناية هي الفاغ مبهمة يقنى بها عن مبهم من عدد او حديث او فعل وهي كم وكذا وكأي وكيت وذيت فكم على وجهين استشهامية وهي ما يقنى بها عن عدد مبهم يراد تعيينه نحو كم علما تعرف وخبرية وهي ما يقنى بها عن العدد الكثير على جهة الاخبار نحو كم كتاب عندي اي عندي كتب كثيرة وكذا وكذا يقنى بها عن عدد مبهم نحو قلت كذا وفعلت كذا وعن المفرد نحو جئت يوم كذا والغالب فيها ان تستعمل مكررة بالعطف نحو عندي كذا وكذا كتابا وكل استعمالها مفردة او مكررة بلا عطف وهي في الاصل مركبة من كاف التشبيه وذاء الاشارية لكنها الان تعتبر كلمة واحدة وكأي مثل كم الخبرية معنا نحو وكأي من آية في السماوات والارض وهي في الاصل مركبة من كاف التشبيه واي ولان التنوين قد صار جزءا من تركيبها كتبت بالنون فهي الان كلمة واحدة ويجوز ان تكتب كأي بحسب اصلها ويقال فيها كائن ايضا كقول الشاعر وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه في التكلم ولكم وكذا وكأي احكام نذكرها في مبحث التمييز في الجزء الثالث من هذا الكتاب وكيتا وذيتا يكنى بهما عن الجملة قولا كانت او فعلا كما يكنى بفلان وفلانة عن اعلام العقلاء وقيل يكنى بكيتا عن جملة القول وبذيتا عن جملة الفعل ولا تستعملان الا مكررتين بالعطف او بدونه والاول اكثر نحو قلت كيتا وكيتا وفعلت ذيتا وذيتا عنوان المع رفة والنكرة الصفحة التاسعة والاربعون بعد المئة المعرفة اسم دل على معين كعمر ودمشق وانت والنكرة اسم دل على غير معين كرزل وكتاب ومدينة والمعارف سبعة انواع الضمير والعلم واسم الاشارة والاسم الموصول والاسم المقترن بأل والمضاف الى معرفة والمنادى المقصود بالنداء وقد تقدم الكلام على الضمير والعلم واسم الاشارة والاسم الموصول وإليك الكلام على المقترن بأل والمضاف الى معرفة والمنادى المقصود بالنداء عنوان المقترن بأل الصفحة الخمسون بعد المئة المقترن بأل اسم سبقته أل فأفادته التعريف فصار معرفة بعد أن كان نكرا كالرجل والكتاب والفرس وأل كلها حرف تعريف للا موحدها على الأصح وهمزتها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح وهي إما أن تكون لتعريف الجنس وتسمى الجنسية وإما لتعريف حصة معهودة منه ويقال لها العهدية عنوان العهدية الصفحة الخمسون بعد المئة قال العهدية إما أن تكون للعهد الذكري وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام كقولك جاءني ضيف فأكرمت الضيفة أي الضيف المذكور ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وإما أن تكون للعهد الحضوري وهي ما يكون مصحوبها حاضرا مثل جئت اليوم أي اليوم الحاضر الذي نحن فيه وإما أن تكون للعهد الذهني وهي ما يكون مصحوبها معهودا ذهنا فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به مثل حضر الأمير وكأن يكون بينك وبين مخاطبك أهد برجل فتقول حضر الرجل أي الرجل المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه عنوان الجنسية الصفحة الخمسون بعد المئة الجنسية إما أن تكون للاستغراق أو لبيان الحقيقة والاستغراقية إما أن تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس وهي ما تشمل جميع أفراده كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي كل فرد منه وإما لاستغراق جميع خصائصه مثل أنت الرجل أي اجتمعت فيك كل صفات الرجال وعلامة أل الاستغراقية أن يصلح وقوع كل موقعها كما رأيت والتي تكون لبيان الحقيقة هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع نظر عما يصدق عليه من أفراده ولذلك لا يصح حلول كل محلها وتسمى لام الحقيقة والماهية والطبيعية وذلك مثل الإنسان حيوان ناطق أي حقيقته أنه عاكل مدرك وليس كل إنسان كذلك ومثل الرجل أصبر من المرأة فليس كل رجل كذلك فقد يكون من النساء من تفوق بجلدها وصبرها كثيرا من الرجال فأل هنا لتعريف الحقيقة غير منظور بها إلى جميع أفراد الجنس بل إلى ماهيته من حيث هي واعلم أن ما تصحبه أل الجنسية هو في حكم النكرة من حيث معناه وإن سبقته أل لأن تعريفه بها لفظي لا معنوي فهو في حكم علم الجنس كما تقدم في فصل سابق وأما المعرف بأل العهدية فهو معرف لفظا لاقترابه بأل ومعنا لدلالته على معين والفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة من وجهين معنوي ولفظي أما من جهة المعنى فلأن المعرف بها في حكم المقيد والعارية عنها في حكم المطلق فإذا قلت أحترم المرأة فإنما تعني امرأة غير معينة لها في ذهنك صورة معنوية تدعو إلى احترامها ولست تعني مطلق امرأة أي امرأة ما أي يتكانت صفتها وأخلاقها وإذا قلت إذا رأيت امرأة مظلومة فانصرها فإنما تعني مطلق امرأة أي يتكانت لامرأة لها في نفسك صفتها ومميزاتها وأما من جهة اللفظية فلأما اسم الجنس النكرة نكرة لفظا كما هو نكرة معنى والمعرف بأل الجنسية نكرة معنى معرفة لفظا لاقترانه بأل فهو تجري عليه أحكام المعارف كصحة الابتداء مثل الحديد أنفع من الذهب ومجيء الحال منه مثل أكرم الرجل وعالما عاملا وإذا وصل مصحوب الجنسية بجملة مضمونها وصف له جاز أن تجعلها نعتا له باعتبار أنه نكرة معنى وأن تجعلها حالا منه باعتبار أنه معرف بأل تعريفا لفظيا ومن ذلك قول الشعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني وقول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انطفض العصفور بلله القطر ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها كقول لبيد بن ربيع وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها فيجوز في جملة يسبني أن تكون نعتا لللئيم وفي جملة بلله القطر أن تكون نعتا للعصفور وفي جملة سل نظامها أن تكون نعتا لجمانة البحري باعتباري أما مصحوب الجنسية في معنى النكرة ويكون التقدير في الأول على لئيم ساب إيايا وفي الثاني كما انطفض العصفور بلله القطر إياه وفي الثالث كجمانة بحري مسلول نظامها ويجوز أن تجعل هذه الجمل حالا من المذكورات باعتبار تعريفها اللفظي لأنها محلات بأل الجنسية ويكون التقدير على اللئيم سابا إياي وكما انطفض العصفور بالا القطر إياه وكجمانة البحري مسلولا نظامها عنوان أل الزائدة الصفحة الثالثة والخمسون بعد المئة قد تزاد أل فلا تفيد التعريف وزيادتها إما أن تكون لازمة فلا تفارق ما تصحبه كزيادتها في الأعلام التي قارمت وضعها كاللاتي والعزة والسموأل واليسع وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي والتي ونحوهما لأن تعريف الموصول إنما هو بالصلة لا بأل على الأصح وأما الآن فأرجح الأقوال أن أل فيه ليست زائدة وإنما هي لتعريف الحضور فهي للعهد الحضوري وهو مبني على الفتح لتضمنه مع نسم الإشارة لأن معنى الآن هذا الوقت الحاضر وإن أن تكون زيادتها غير لازمة كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي أي لملاحظة ما يتضمنه الأصل المنقول عنه من المعنى وذلك كالفضل والحارث والنعمان واليمامة والوليد والرشيد ونحوها ويجوز حذف أل منها وزيادتها سماعية فلا يقال المحمد والمحمود والصالح فما ورد عن العرب من ذلك لا يقاس عليه غيره كذا قال النحا ولا مرى بأسا بزيادة أل على غير ما سمعت زيادتها عليه من الأعلام المنقولة عن اسم جنس أو صفة إذا أريد بذلك الإشارة إلى الأصل فما جاز لهم من ذلك لمعنى أرادوه يجوز لنا لمعنى كالذي أرادوه فيجوز لنا أن نقول في من اسمه صالح جاء الصالح نلمح في ذلك كمعنى الصلاح في المسمى وقد تزاد أل اضطرارا كالداخلة على علم لم يسمع دخولها عليه في غير الضرورة كقول الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهلو فأدخل أل على يزيد لضرورة الشاعر وهي ضرورة قبيحة وكقول الآخر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر وإنما هي بنات أوبر وكالداخلة على التمييز كقوله رأيتك لما أمعرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري والأصل طبت نفسا لأن التمييز لا يكون إلا نكرة عنوان الموصولية الصفحة الخامسة والخمسون بعد المئة وقد تكون الإسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس نحو أكرم المكرم ضيفه والمكرم ضيفه أي الذي يكرم ضيفه والذي يكرم ضيفه فإن أريد بها العهد نحو أنصر المظلومة كانت حرف تعريف لا موصولية وإن كانت موصولية فصلتها الصفة بعدها لأنها في قوة الجملة فهي شبه جملة لدلالتها على الزمان ورفعها الفاعلة أو نائبة ظاهرا أو مضمرا فالظاهر نحو أكرم المكرم أبوه ضيفه والمضمرا نحو أكرم المكرم أكرم المكرم ضيفه والإعراب إنما هو لأل فهي في محل رفع أو نصب أو جر ويظهر إعرابها على صلتها وصلتها لا إعراب لها والرفع والنصب والجر اللواتي يلحقنها إنما هن أثر محل أل من الإعراب وإن كانت الصفة الواقعة صلة أل الموصولية في قوة الفعل ومرفوعه حسن عطف الفعل ومرفوعه عليها كقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فواسطنا به جمعا وقوله إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أما إن كانت الصفة المقترنة بأل صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو صيغة مبالغة فأل الداخلة عليها ليست موصولية وإنما هي حرف تعريف لأن هذه الصفات تدل على الثبوت فلا تشبه الفعل من حيث دلالته على التجدد فلا يصح أن تقع صلة للموصول كما يقع الفعل انتهى الشريط السادس وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب عنوان تعريف العدد بأل الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة إن كان العدد مفردا يعرف كما يعرف سائر الأسماء فيقال الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة وإن كان مركبا عدديا يعرف جزءه الأول فيقال الأحد عشرة والتسعة عشرة وإن كان مركبا إضافيا يعرف جزءه الثاني مثل ثلاثة الأقلام وستة الكتب ومئة الدرهم وألف الدينار وإذا تعددت الإضافة عرفت آخر مضاف إلي مثل خمسمائة الألف وسبعة آلاف الدرهم وخمسمائة ألف دينار الرجل وستمائة ألف درهم غلام الرجل وإن كان العدد معطوفا ومعطوفا عليه يعرف الجزءان معا كالخمسة والخمسين رجلا والست والثمانين امرأة ومن العلماء من أجهز تعريف الجزئين في المركب الإضافي فيقول الثلاثة الرجال والمئة الكتاب عنوان المعرف بالإضافة الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة المعرف بالإضافة هو اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف السابق ذكرها فاكتسب التعريف بإضافته مثل كتاب في قولك حملت كتابي وكتاب علي وكتاب هذا الغلام وكتاب الذي كان هنا وكتاب الرجل وقد كان قبل الإضافة نكرة لا يغرف كتاب من هو عنوان المناد المقصود الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة المناد المقصود هو اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء نحو يا رجل ويا تلميذ إذا ناديت رجلا وتلميذ معينين فإن لم ترد تعيين أحد قلت يا رجلا ويا تلميذ وأبقيان في هذه الحالة نكرتين لعدم تخصيصهما بالنداء فإذا ناديت معرفة فلا شأن للنداء في تعريفها حادي عشر أسماء الأفعال الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة اسم الفعل كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل غير أنها لا تقبل علامته وهو إما أن يكون بمعنى الفعل الماضي مثل هيهاتة بمعنى بعدة أو بمعنى الفعل المضارع مثل أف بمعنى أتضجر أو بمعنى فعل الأمر مثل آمين بمعنى استجد ومن أسماء الأفعال شتان بمعنى افترق ووي بمعنى أعجب وصه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف وبلها بمعنى دع واترك وعليك بمعنى إلزم وإليك عني بمعنى تنح عني وإليك الكتابة بمعنى خذه وهاء 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 القلم أي خذه واسم الفعل يلزم صيغة واحدة للجميع فتقول صح للواحد والمثنى والجمى والمذكر والمؤنث إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب فتقول عليك نفسك وعليك نفسك وعليكما أنفسكما وعليكم أنفسكم وعليكنا أنفسكنا وإليك عني وإليك عني وإليكما عني وإليكم عني وإليكن عني وهاء الكتابة وهاء الكتابة وهاكم الكتابة وهاكم الكتابة وهاكنا الكتابة عنوان اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول الصفحة التاسعة والخمسون بعد المئة أسماء الأفعال إما مرتجلة وهي ما وضعت من أول أمرها أسماء أفعال وذلك مثل هيهات وأف وآمين وإما منقولة وهي ما استعملت في غير اسم الفعل ثم نقلت إليه والنقل إما عن جار ومجرور كعليك نفسك أي زمها وإليك عني أي تنحى وإما عن ظرف كدونك الكتابة أي خذه ومكانك أي ثبت وإما عن مصدر كرويد أخاك أي أمهله وبلها الشر أي تركه ودعه وإما عن تمديه النحو ها الكتابة أي خذه وإما معدولة كنزال وحمار وهما معدولان عن انزل وحذر رويد في الأصل مصدر أرود في سيره إروادا أو رويدا أي تأنا ورفق وهو مصدر مصدر تصغير الترخيم بحذف الزوائد لأن أصله إرواد بلها في الأصل مصدر بمعنى الترك ولا فعل له من لفظه وإنما فعله من معناه وهو ترك وكلاهما الآن اسم فعل أمر مدني على الفتح ولا محل له من الإعراب وفاعله دمير مستتر وجوبا تقديره أنت فإن نونتهما نحو رويدا أخاك وبلها الشر أو أضفتهما نحو رويد أخيك وبلها الشر فهما حينئذ مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة لفعلهما المحذوف وما بعد المنون منصوب على أنه مفعول به له وما بعد المضاف مجرور لفظا بالإضافة إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله والكيف التي تلحق اسم الفعل المنقولة تتصرف بحسب المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا نحو رويدك ورويدك ورويدكما ورويدكم ورويدكنا وهاكا وهاكي وهاكما وهاكم وهاكما وإليكم عني وإليكم عني وإليكن عني إلا أنها في رويدك وهكا غير لازمة لأن النقل عن المصدر أو حرف التنبيه وقع مجردا عنها فلم تصر جزءا من الكلمة لذا يجوز انفكاكها عنهما فتقول رويد أخاك وها الكتابة أما في إليك ودونك ونحوهما من المنقول عن حرف جر أو ظرف فهي لازمة له لأن النقل قد وقع فيه مصحوبا بها فصار وإياها كلمة واحدة يراد بها الأمر لذا لا يجوز انفكاكها عنه كما جاز في رويدك وهاكا ويجوز فيها أن تجرد من الكاف فتكون بلفظ واحد للجميع وأن تلحقها الكاف فتتصرف بحسب المخاطب ويجوز أن يقال فيها هاء بلفظ واحد للجميع والأفصح أن تتصرف همزتها فيقال هاء للواحد وهاء للواحدة وهاء أما للمثمى وهاء أم لجمع الذكور وهاء أما لجمع الإناث ومنه قوله تعالى هاء أم قرأوا كتابي أي خذوه فاقرأوا والكرف في رويدك وهكا حرف خطاب لا محل له من الإعراب على الأصح وفي إليك وعليك ودونك ونحوها لا إعراب لها على الصحيح لأنها صارت جزءا من الكلمة وجزء الكلمة لا إعراب له فالإعراب إنما هو لهذه الكلمة برمتها واسم الفعل المنقول كرويدا والمعدول كنزالي لا يأتي إلا للأمر ولا يأتي لغيره وأما المرتجل فيأتي للأمر كنه بمعنى كفف وهو الأكثر وقد يأتي للماضي كشتانة بمعنى افترقا وللمضارع مثل وي بمعنى أعجب وما كان منه منقولا أو مرتجلا فهو سماعي وما كان منه معدولا فهو قياسي يبنى على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي مجرد تام من متصرف كقتالي وضرابي ونزالي وحفاري وشذ مجيئه من مزيد الثلاثي نحو دراكي بمعنى أدرك وبداري بمعنى بادر هنوان اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر الصفحة الحادية والستون بعد المعنى أسماء الأفعال أيضا على ثلاثة أنواع اسم فعل ماضي وقد ورد منه هيهاتا أي بعدا وشتانا أي اخترقا وشتانا وسرعانا بتثليف أولهما أي أسرع وبطآنا بضم الباء وكسرها وسكون الطاء أي أبطأ واسم فعل مضارع وقد ورد منه أوه وآهن أي أتوجع وأفن أي أتضجر وواهن ووي أي أتعجب وذخن أي أستحسن وبجل أي يكفي واسم فعل أمر وقد ورد منه صه أي سكت ومه أي انكفف ورويد أي أمهل وهاء وهاء وهاك ودونك وعندك ولديك الكتاب أي خذه وعليك نفسك وبنفسك أي لزمها وإليك عني أي تنح وإليك الكتاب أي خذه وإيه أي انضف حديثك أو زدني منه وحي على الصلاة وعلى الخير وعلى العلم أي هلم إلى ذلك وتعالى مسرعا وحي هل الأمر أي تهي وعلى الأمر أي أقبل عليه وإلى الأمر أي عجل إليه وبالأمر أي عجل به وهي وهيت بتثليف التاء أي أفرع ويقال أيضا هيت لك وآمين أي استجب ومكانك أي ثبت وأمامك أي تقدم ووراءك أي تأخر أما المعدول منه فلا يحصر لأنه قياسي كما سلف ثاني عشر أسماء الأصوات الصفحة الثانية والستون بعد المية أسماء الأصوات على نوعين نوع يخاطب به ما لا يعقل من الحيوان أو صغار الإنسان وهو يشبه اسم الفعل من حيث صحة الاكتفاء به وإنما لم يجعل اسم فعل لأنه لا يحمل دميرا ولا يقع في شيء من تراكيب الكلام بخلاف اسم الفعل وذلك ما كان موضوعا للزجر كهلا للفرس وعدس للبغل وغيرهما مما يزجر به الحيوان وكخي لفتح الكافي وكسرها لزجر الطفل عن تناول شيء أو ليتقذر من شيء أو للدعاء كمخ للبعير الذي يناخ وسأخ للحمار الذي يورد الماء أو يزجر ليمضي ونوعا يحكى به صوت من الأصوات المسموعة كقب لوقع السيف وغاقي لصوت الغراب وطق لصوت الحجر وويهي للصراخ على الميت ولذلك بنية نحو سي بويهي لأنه مختوم باسم صوت وكل النوعين من الأسماء المبنية وقد بنية لأنه أشبه الحرف المهمل عن العمل في كونه يستعمل لا عاملا ولا معمولا وقد يسمى صاحب الصوت باسم صوته المنسوب إليه كما يسمى الغراب غاقي أو باسم ما يصوّط له به كما يسمى البغل عدس ومنه قول الشاعر إذا حملت بدني على عدس على الذي بين الحمار والفرس فلا أبالي من عدى ومن جرس أي إذا حملته على البغل وحينئذ يحكى على بنائه وهو القياس والمختار عند المتحققين عند المحققين فتقول رأيت غاقي بالكسر ركبت عدس بالسكون وقد يغرب لوقوعه موقع معرب فيقال رأيت غاقا وركبت عدسا عنوان ثالث عشر شبه الفعل من الأسماء الصفحة الثالثة والستون بعد المعه والمراد به الأسماء التي تشبه الأفعال في الدلالة على الحدث ولها تسمى الأسماء المشبهة بالأفعال والأسماء المتصلة بالأفعال أيضا وهي تسعة عنواع المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغ المبالا واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة عنوان المصدر المصدر وعب أنواعه الصفحة الرابعة والستون بعد المعه المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا مثل علم علما أو تقديرا مثل قاتل قتالا أو معوضا مما حذفا بغيره مثل وعد عدة وسلم تسليما فالعلم مجتمل على أحرف علما لفظا والقتال مجتمل على أحرف قاتل تقديرا لأن أصله كيتال بدليل ثبوت هذه الياء في بعض الموادى فتقول قاتل كيتالا وبارب ديرابا وهذه الياء أصلها الألف في قاتل انقلبت ياءا لانكسار ما قبلها والعدة أصلها الوعد حذفت الواو وأوض منها تاء التأنيث والتسليم أصله السلام بكسر السين وتجديد اللام حذف أحد حرفي التضعيف وأوض منه تاء التفعيل فجاء على تسلام كالتكرار ثم قلب الألف ياءا فصار إلى تسليم فالتاء عوض من إحدى اللامين فإن تضمن الاسم أحرف الفعل ولم يدل على الحدث كالكحل والدهن والجرح بضم الأول في الثلاثة فليس بمصدر بل هو اسم للأثر الحاصل بالفعل أي الأثر الذي يحدثه في الفعل وإن دل على الحدثي ولم يتضمن كل أحرف الفعل بل نقص عنه لفظا وتقديرا من دون عوض فهو اسم مصدر كتوضأ ودوءا وتكلم كلاما وسلم سلاما وسيأتي الكلام علي والمصدر أصل الفعل وعنه يصدر جميع المشتقات وهو قسمان مصدر للفعل الثلاثي المجرد كسير وهداية ومصدر لما فوقه كإكرام وامتناع وتدحرج وهو أيضا إما أن يكون مصدرا غير ميمي كالحياة والموت وإما أن يكون مصدرا ميميا كالمحياء والممات عنوان مصدر الفعل الثلاثي الصفحة الخامسة والستونة بعد المئة لمصادر الأفعال الثلاثية أوزان كثيرة وذلك كمصر وعين وشغل ورحمة ونجدة وقدرة ودعوة وذكرة وبشرى وليان وحرمان وغفران وخفقان وطلب وخنق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وفهاب وإياب وسعال وزهادة ودراية ودغاية وكراهية ودخول وقبول وصهوبة وصهيل وسؤدد وجبروت وصيرورة وشبيبة وتهلكة ومدخل ومرجع ومسعاه ومحمد ومحمدة وفعل هو المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية المجردة ثم عدل بكثير من مصادرها وبقي كثير منها على هذا الوزن ومما يدل على هذا أنهم إذا أرادوا بناء المرة والنوع رجعوا إليه فلم يبنوهما من مصدر فعلهما إلا أنهم كسروا أول المصدر النوعي تمييزا له من المرة فالمرة والنوعة من الدخول والقيام والسعال دخلة ودخلة وقومة وقيمة وسعلة وسعلة عنوان المصادر الثلاثية القياسية الصفحة السادسة والستون بعد المئة المصادر المتقدمة الكثير منها سماعي وإنما يقاس منها ما كان على وزن فعل وفعل وفعول وفعال وفعلان وفعال وفعيل وفعولة وفعالة والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا لا أنك تقيس مع وجود السماع فقد ورد مصادر عدة مخالفة لهذا القياس فلا يجوز العدول عنها كما ورد للفعل الواحد مصدران أو أكثر أحدهما قياسي وغيره سماعي غير جار على القياس وأجاز الفراء أن يقاس مع وجود السماع والغالب فيما دل من الأفعال على امتناع أن يكون مصدره على وزن فعال كأبى إباءا ونفر نفارا وشرد شرادا وجمح جماحا وأبق إباقا وفيما دل على حركة والطراب وتقلب أن يكون مصدره على فعلان كفاف طوفانا وجال جولانا وغلي غليانا وفيما دل على داء أن يكون مصدره على فعال كسعل سؤالا وزحر زحارا ودار رأسه دوارا وفيما دل على صوت أن يكون مصدره على فعال أو فعيل فالأول مثل بغمت الضبية بغاما وببحت الخيل دباحا والثاني مثل صهل الفرس صهيلا وسخض الصرد صخيدا وقد يجتمع فعال وفعيل مصدرين لفعل واحد مثل نعب الغراب نعابا ونعيبا وأزت القدر أجازا وأزيزا وصرخ صواخا وصريخا ونعق الراعي بغنمه نعاقا ونعيقا وفيما دل على سير أن يكون مصدره على فعيل كرحل رحيلا وذمل البعير ذميلا وفيما دل على صناعة أو حرفة أن يكون مصدره على فعالة كحاك حياكة وزرع زراعة وخاط خياطة وتجر تجارة وأمر إمارة وسفر بين القوم سفارا فإن لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة فقياس مصدره فعل أو فعل أو فعول أو فعولة أو فعالة ففعل مصدر لفعل الثلافي المتعدي كنصر نصرا ورد رد وقال قولا ورمى رميا وغزا غزوا وفهم فهمة وأمن أمنا وفعل وفعل مصدر للثلافي اللازم من باب فعل بكسر العين كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا وفعول وفعول مصدر للثلافي اللازم من باب فعل بفتح العين كجلس جلوسا وقعد قهودا وسما سموا ونما نموا إلا ما دل منه على امتناع أو حركة أو داء أو صوت أو سير أو صناعة فمصدره كما تقدم وفعولة وفعالة مصدران للفعل الثلاثي من باب فعل بضم العين فالأول مثل سهل سهولة وصعب صعوبة وعاذب غذوبة وملوح ملوحة والثاني مثل فصح فصاحة وضخمة ضخامة وجزل جزالة وظرف ظرافة هذا هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فهو سماعي يقتصر فيه على النقل عن العرب مثل سخط سخطا وردي رضا وذهب ذهابا وشكر شكرانا وعظم عظمة وحزن حزنا وجحد جحودا وركب ركوبا وغير ذلك مما جاء مصدره على غير القياس وكثير مما جاء مخالفا للقياس له مصدر قياسي أيضا عنوان مصدر الفعل فوق الثلاثي الصفحة الثامنة والستون بعد المئة إذا تجاوز الفعل ثلاثة أحرف فمصدره قياسي يجري على سنن واحد ومن المصادر القياسية مصدر المرة والنوع والمصدر الميمي سواء أكان لفعل ثلاثي أم لما فوقه انتهى الوجه الأول عنوان قياس مصدر ما فوق الثلاثي الصفحة التاسعة والستون بعد المئة كل فعل جاوز ثلاثة أحرف ولم يبدأ بتاء زائدة فالمصدر منه يكون على وزن ماضيه بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره ثم إن كان رباعي الأحرف كسر أوله فقط نحو أكرم إكراما وزلزل زلزالا وإن كان خماسيها أو سداسيها كسر ثالثه أيضا تبعا لكسر أوله فتقول انطلق انطلاقا وحرنجم حرنجاما واستغفر استغفارا واطمأن نطمئنانا فإن بدأ أوله بتاء زائدة يصر ماضيه مصدرا يضم رابعه مثل تكلم تكلما وتساقط تساقطا وتزلزل تزلزلا إلا إن كان الآخر ألفا فيجب قلبها ياء وكسر ما قبلها نحو توانا توانيا وتلقى تلقيا وشغى مجيء التفعيل مصدرا لفعلة والمفاعلة مصدرا لفعلة والفعلة مصدرا لفعلة وما أشبه في الوزن وسيأتي شرح هالي وإليك تفصيل ما تقدم عنوان مصادر أفعل وفعلة وفعلة الصفحة التاسعة والستون بعد المعنة واحد ما كان على وزن أفعلة صحيح العين فمصدره على وزن إفعال نحو أكرم إكراما وأوجد إيجادها فإن اعتلت عينه نحو أقاما وأعانا وأبانا جاء مصدره على إفاله كإقامة وإعانة وإبانة حذفت عين المصدر وعوذ منها تاء التأنيث والأصل إقوام وأعوان وإبيان وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف كقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما كان منهم معتل اللام مثل أعطاء وأهدى وأولى قلبت لامه في المصدر همزة كإعطاء وإهداء وإيلاء والأصل إعطاء وإهداء وإيلاي وكذلك عطاء أصله عطايا قلبت الواو ولياء همزة لوقوعهما بعد ألف زائدة قال في شرح القاموس العرب تهنز الواو ولياء إذا جاءت بعد ألف لأن الهمزة أحمل الحركة منهما ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو وكذلك الياء مثل الرداء وأصلب رداء انتهى وسأتي بسط ذلك في الكلام على الإدال في الجزء الثاني من هذا الكتاب وقد يجيء أفعال على فعال لفتح الفاء وتخفيف العي نحو أنبت نباتا وأعطى عطاعا وأثنى ثماء فهذا اسم مصدر لا مصدر لنقصانه عن أحرف فعله اثنان ما كان على وزن فعال بتجديد العين مفتوحة صحيح اللام غير مهموزها فمصدره على تفعيل نحو عظمة عظيما وعلم تعليما وقد يجيء على تفعيلة نادرة نحو جرب تجربة وفكر تذكرة وذكر تذكرة فإن اعتلت لامه نحو وصى وسمى وزكى جاء مصدره على وزن تفعيلة كتوصية وتسمية وتذكية خفف بحظ ياء التفعيل وأوض منها التاء وإن همزت لامه نحو جزاء وخطأ وهناء فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة مثل تجزيء وتجزئة وتخطيء وتخطئة وتهنيء وتهنيئة وسمع مصدر على فعال بكسر الفاء وتجديد العين مفتوحة قليلا فقال كلمه كلاما وفي التنزيل وكذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا وجاء مصدره أيضا على تفعال بفتح التاء نحو ردد تردادا وكرر تكرارا وذكر تذكارا وحلق تحلاقا وجول تجوالا وطوف تطوافا ومنه التلعاب مصدر فعل قد أميت فيه لإستعمال وهو لعب وكل ما ورد من مصادر فعالة على غير التفعيل يحفظ ولا يقاس عليه وقشان ومجيء التفعيل مصدرا لفعالة وقياس مصدره أن يكون على فعال أي بكسر أول ماضيه وزيادة ألف قبل آخره وقد جاء على الفعال الكذاب والكلام وكان هذا الوزن مستعملا قديما ثم أميت بإهماله فورثه تفعال بفتح التال وقد ورد منه ألفاظ كالتطواف والتجوال والتكرار والترداد والتذكار والتحلاق ثم أميت هذا الوزن أيضا فيرفه تفعيل وقد بقي هذا قياسا شاذا لمصدر فعالة فالفعال بكسر الفاء وتشديد العين أصله التفعال بفتح التاء وهذا أصل للتفعيل حذفوا من الفعال زائدة وهو إحدى العينين وعوضوه من المحذوف التاء المفتوحة في أوله فقالوا فعالة تفعالا كطوف تطويفا ثم قلبوا ألف التفعال ياء فقالوا فعالة تفعيلا كطوف تطويفا فمثل سلم تسليما فالتسليم أصله التسلام بفتح التاء وهذا أصله سلام بكسر السين وتجديد اللام بوزن فعال ثلاثة ما كان على وزن فعالة فمصدره على فعال ومفاعلة نحو دافع دفاعا ومدافع وجاور جوارا ومجاورا وما كان منه معتل اللام مثل والا وراما وهذا قلبت لامه في المصدر همزة كولاء ورماء وهداء وما كان اتفاؤه من هذا الوزن ياء يمتنع مجيء مصدره على فعال فنحو ياصر ويامن ليس فيه إلا المياصر والميامن وقد جاء مصدره على فعال نادرا نحو قاتل قيتالا فلا يقاس عليه وأعلم أن الفعال هو القياس لمصدر فعالا فهو أصل الفعال خفف بحذف يائه وأهمن فيه الاستعمال وإنما كان قياس مصدر فعالا هو الفعال لأن المصدر الرباعي الأحرف يبنى على ماضيه وزيادة ألف قبل آخره كما قدمنا فالأصل في الفعال فعال مبنيا على فعالا كسرت فعالا فانقلبت الألف بعدها ياء مراعاة للكسرة قبلها وقد شذ مجيء المفاعلة مصدرا لفعالا لأن القياس إنما هو الفعال ولذا يجعلها المحققون من العلماء اسما بمعنى المصدر لا مصدرا لأن المصدر إنما هو الفعال المخفف من الفعال عنوان مصدر فعالا والملحق به الصفحة الثالثة والسبعون بعد المياه ما كان على زنة فعالا وما ألحق به فمصدره على فعالا كذحرج ذحرجة وزلزل زلزلة وجلبب جلببة وسيطر سيطرة وحوقل حوقلة فإن كان مضاعفا جاء أيضا على فعلال كذلزل زلزالا وفعلال في غير المضاعف سماعي يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه كسرها فسرها وحوق لحيقال وبعض العلماء جعله قياسيا وقد شذ مجيء الفعلالة مصدرا لفعلال وما أشباه في الوزن والقياس أن يكون على زنة فعلال بكسر الفاء وهذا الوزن هو ما يتكلم به قديما ثم خصوه بما كان من وزن فعلال مضاعفا نحو زلزل زلزالا ووسوس وسواسا ووشوش وشواشا والفعلالة هذه أصلها الفعلال خففوه بفتح أوله وحذف ألفه وزاد التاء في آخره عنوان مصدر ما كان على خمسة أحرف الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئة مصدر فعل انفعال كانطلق انطلاقا ومصدر افتعال افتعال كاجتمع اجتماعا ومصدر فعل افعلال كحمر رح مرارا ومصدر تفاعل تفاعل كتكلم تكلما ومصدر تفاعل تفاعل كتصالح تصالحا ومصدر تفعل لا تفعل كتدحرجا تدحرجا وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر مبدوءا بهمزة يقلب يقلب آخره همزة كمطوم طواء واقتد اقتداء وما كان معتل الآخر من وزني تفاعل وتفاعل كتأنا وتغاض تقلب ألفه ياء ويكسر ما قبلها كالتأني والتغاضي عنوان مصدر ما كان على ستة أحرف الصفحة الرابعة والسبعون بعد المئة مصدر استفعال استفعال كاستغفر استغفار ومصدر فعو على إفعي عال كخشوش نخشي شانا ومصدر إفعو 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 وال كعلوط إعلواط ومصدر فعال إفعلال كدهام إدهي مام ومصدر فعال إفعن لال كحرنج محرنج مام ومصدر فعال إفعلال كاقشعر كشعرار وما كان من هذه الأفعال معتلى الآخر يقلب آخره همزة كاستول استيلاء وحلول لا إحلي لا عنوان مصدر التأكيد الصفحة الخامسة والسبعون بعد المئة المصدر المؤكد ما يذكر بعد الفعل تأكيدا لمضمونه ويبقى بناءه على ما هو عليه مثل علمت الأمر علما وبردت اللصة ضربا وجلت جولانا وأكرمت المجتهد إكراما تريد من ذكر المصدر تأكيد حصول الفعل عنوان مصدر المرة الصفحة الخامسة والسبعون بعد المئة مصدر المرة ويسمى مصدر العدد أيضا ما يذكر لبيان عدد الفعل ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعله بفتح الفاء وسكون العين مثل وقفت وقفة ووقفتين ووقفات فإن كان الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره التاء مثل أكرمته إكرامة وفرحته تفريحة وتدحرج تدحرجة إلا إن كان المصدر ملحقا في الأصل بالتاء فيذكر بعده ما يدل على العدد مثل رحمته رحمة واحدة وأقمت إقامة واحدة واستقمت استقامة واحدة وذلك للتفريق بين مصدر التأكيد ومصدر المرة فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران أحدهما أشهر من الآخر جاء بناء المرة على الأشهر من مصدري فتقول زلزلته زلزلة واحدة وقاتلته مقاتلة واحدة وطوفته تطويفة واحدة ولا تقول زلزالة ولا قتالة ولا تطوافة وما كان من المصادر ملحقا بالتاء من أصله فإن كان من الثلاثي المجرد رغدته إلى وزن فعله فالمرة من النجدة والقدرة والغلبة والسرقة والدراية نجدة وقدرة وغلبة وسرقة وضرية وشذ قولهم أتيته إتيانه ولقيته لقاءه بمناء المرة على أصل المصدر وهو الإتيان واللقاء ويجوز أن يقال أتيه ولقية على القياس كما قال أبو الطيب لقيت بضرب الفلة الفجر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل وإن كان من غير الثلاثي المجرد أبقيته على حاله تدحرجة وإقامة وتلبية واستعانة وقد تكون الفعلة لغير بناء المرة كالرحمة مصدر رحمة فتقول رحمته رحمة كما تقول فصرته نصرا عنوان مصدر النوع الصفحة السادسة والسبعون بعد المئة مصدر النوع ويسمى مصدر الهيئة أيضا ما ينكر لبيان نوع الفعل وصفته نحو وقفت وقفة أي وقوفا موصوفا بصفة وتلك الصفة إما أن تذكر نحو فلان حسن الوقفة وإما أن تكون معلومة بقرينة الحال فيجوز ألا تذكر كقول الشار ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعة فإن صاحبها قطاها في البلد أي إن هذا عذر بليغ ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن شعلة بكسر شاء مثل عاش عيشة حسنة ومات ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وفلانة هادئة المشية فإن كان الفعل فوق الثلاثي يصر مصدره بالوصف مصدر نوع مثل أكرمته إكراما عظيما وشذ بناء فعله من غير الثلاثي كقولهم فلانة حسنة الخمرة وفلان حسن العمة أي الاختمار والاعتمام فبنوها من اختمر واعتم واعلم أن المصدر الذي لم يخرج عن المصدرية أو لم يرد به المرة أو النوع لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنف بل يبقى بلفظ واحد وكذا ما وصف به من المصادر كرجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ونساء عدل وهذا أمر حق وهذه مسألة حق عنوان المصدر الميمي الصفحة السابعة والسبعون بعد المئة المصدر إما أن يكون غير ميمي وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة كقراءة واجتهاد ومد ومرور وإما أن يكون ميميا وهو ما كان في أوله ميم زائدة كمنصر ومعلم ومنطلق ومنقلب وهي بمعنى النصري والعلم والانطلاق والانقلاب والمحققون من العلماء قالوا إن المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدر لا مصدر والمصدر الميني من المصادر القياسية ووزنه من الثلاثي المجرد مفعل بفتح المين والعي مثل مقتل ومضرب ومعلم وموجل ومرقى إلا إذا كان مثالا واويا محذوف الفاء فوزنه مفعل بكسر العين مثل مورد ومورث وموعد أما المصدر الميني من وفاء ووقاء فهو موقع وموفاء على وزن مفعل بفتح العين لأنه ليس مثالا بل هو لفيف مفحوق ووزن مفعل بكسر العين إنما هو للمثال المحذوف الفاء كما علمت ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم مفعول منه تماما مثل اعتقدت خير معتقد وإنما معتمدي على الله وقد يبنى المصدر الميني من الثلاثي المجرد على وزن مفعل بكسر العين شذوذا كالمكبر والميسر والمرجع والمحيض والمقيل والمجيء والمبيت والمشيب والمزيد والمسير والمصير والمعجز وهذه يجوز فيها الفتح أيضا كالمعجز والمهلك ويجوز فيها الفتح والضم أيضا كالمهلك والمهلك وقد يبنى منه على وزن مفعله بفتح العين كمذهبه ومفسده وموده ومقاله ومساءه ومحاله ومهابه ومهانه ومسعاه ومنجاه ومرباه ومغزاه وشذ بنائه على مفعله بكسر العين أو مفعله بضمها كمحمده ومذنه ومظلنه ومعتبه ومحسبه ومضنه بالكسر وكلهن يجوز فيه فتح العين أيضا ومعذره بالكسر ويجوز فيها الضم أيضا ومغفرة ومعصية ومحمية ومعيشة ولا يجوز فيهن إلا الكسر ومهلكة ومقدرة ومأدبة بالكسر ويجوز فيهن الدم والفتح أيضا وقد ورد على زنتي الفاعل والمفعول أسماء بمعنى المصدر كالعاقبة والفاضلة والعافية والكافية والباقية والدالة والميسور والمعصور والمرفوع والموضوع والمعقول والمحلوف والمجلود والمفتون والمكروهة والمصدوقة ومن العلماء من يجعلها مصادر شاذة والحق أنها أسماء جاءت لمعنى المصدر لا مصادر فالعاقبة بمعنى العقب بفتح فسكون والعقوب بالضم مصدري عقبه يعقبه من باب نصر ودخل أي خلفه وجاء بعد والفاضلة اسم بمعنى الفضيلة وهي الدرجة الرفيعة وهي من فضل يفضل فضلا من باب نصر أي شرف شرف والعافية اسم بمعنى المعافاه مصدر عافاه يعافي والكافي والكافية اسمان بمعنى الكفاية مصدر كفا الشيء يكفي كفاية أي حصل به الاستغناء عن غيره والباقية اسم بمعنى البقاء مصدر بقياق والدالة الدلال وهو اسم بمعنى الدل مصدر دلت المرأة على زوجها دلا اظهرت جرأة عليه في تدلل كأنها تخالفه وما بها من خلاف والميسور والمعصور اسمان بمعنى العسر واليسر والمرفوع اسم بمعنى الرفع مصدر رفع البعير رفعا اذا بالغ في سيره والموضوع اسم بمعنى الوضع مصدر وضعت الناقة وضعا اذا اسرعت في سيرها والمعقول اسم من العقل مصدر عقل الشيئ اذا ابرك والمحلوف اسم بمعنى الحلف مصدر حلف والمجلور بمعنى الجلد والجلادة اي الصبر مصدري جالد يجلد بدم اللام فيهما جلدا وجلادة اي كان ذا شدة وقوة وصبر والمحطون اسم بمعنى الفتنة مصدر فتنه اي استماله واستهوى والمكروه اسم بمعنى الكراهية مصدر كرهه كرها وكراهية والمصدوقة اسم بمعنى الصدق مصدر صدق يصدق صدقا عنوان اسم المصدر الصفحة الثمانون بعد المئة اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساوه في اجتماله على جميع احرف فعله بل خلت هيئته من بعض احرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض وذلك مثل توضأ ودوءا وتكلم كلاما وايسر يسرى فالكلام والوضوء واليسر اسماء مصادر لا مصادر لخلوها من بعض احرف فعلها في اللفظ والتقدير فقد نقص من الوضوء والكلام كالتفاعل واحد حرف التضعيف ونقص من اليسر همزة الاحعال وليس ما نقص في تقدير الثبوت ولا اوض عنه بغيره وحق المصدر ان يتدمن احرف فعله بمسابات كتوضأ تودؤا وتكلم تكلما وعلم علما او بزيادة كقرأ قراءة واكرم اكراما مستخرج استخراجا فان نقص عن احرف فعله لفظا لا تقديرا فهو مصدر مثل قاتل قتالا فالقتال مصدر وان نقص منه الف فاعل لانها في تقدير الثبوت ولذلك نتق بها في بعض المواقع كقاتل قيتالا وضارب ضيرابا فليأ في قيتال وضيراب اصلهما الالف وقد انقلبت ياءا لانكسار ما قبلها وان نقص ان احرف فعله لفظا وتقديرا وعود مما نقص منه بغيره فهو مصدر ايضا كوعد عدة وودى القتيل دية وعلم تعليما فعده وديه وان خلوة من ووعد وودى لفظا وتقديرا فقد عبودة منها تاء التأنيف وتعليم وتسليم وان خلوة من احد حرف التضعيف فقد عبودة منها تاء التفعيل في اولهما وليس حرف المد الذي قبل الاخر في تعليم وتسليم ونحوهما للتعويض من المحذوف لان المد قبل الاخر ثابت في المصدر حيث لا تعويض كالانطلاق والاستخراج والإكرام فعلا مما قدمنا ان العوض قد يكون اولا كتعليم وقد يكون اخرا كعدة انتهى الشريط السابع وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب عنوان المصدر الصناعي الصفحة الحادية والثمانون بعد المئة المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه ويكون ذلك في الاسماء الجامدة كالحجرية والانسانية والحيوانية والكمية والكيفية ونحوها وفي الاسماء المشتقة كالعالمية والفاعلية والمحمودية والارجحية والاسبقية والمصدرية والحرية ونحوها وحقيقته الصفة المنسوبة الى الاسم فالعالمية الصفة المنسوبة الى العالم والمصدرية الصفة المنسوبة الى المصدر والانسانية الصفة المنسوبة الى الانسان وقد أكثر منه المولدون في اصطلاحات العلوم وغيرها بعد ترجمة العلوم بالعربية وليس كل ما لحقته ياء النسبة مربفة بالتاء مصدرا صناعيا بل ما كان منه غير منادم به الوصف كتمسك بعربيتك أي بخصلتك المنسوبة إلى العرب فإن أريد به الوصف كان اسما منسوبا لا مصدرا سواء أذكر الموصوف لفظا كتعلم اللغة العربية أم كان منويا ومقدرا كتعلم العربية أي اللغة العربية عنوان اسم الفاعل الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة اسم الفاعل صفة تأخذ من الفعل المعلوم لتدل على مع من وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث للثبوت ككاتب ومجتهد وإنما قلنا على وجه الحدوث لتخرج الصفة المشبهة فإنها قائمة بالموصوف بها على وجه الثبوت والدوام فمعناها دائم ثابت كأنه من السجايا والطباع اللازمة والمراد بالحدوث أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجددا بتجدد الأزمنة والصفة المشبهة عارية عن معنى الزمان كما ستعلم وزنه من الثلاثي المجرد يكون من الثلاثي المجرد على وزن فاعل ككاتب وإن كانت أين الفعل معلة تنقلب في اسم الفاعل همزة فاسم الفاعل من باع يبيع وصاب يصيد وقام يقوم وقال يقول بائع وصائد وقائم وقائل وإن كانت غير معلة تبقى على حالها فاسم الفاعل من عورة يعور وأيسى يأيس وصيد يصيد عاور وآيس وصيد فإعلانها في اسم الفاعل تابع لإعلانها في فعله وقد أتى فاعل بقلة مرابا به اسم المفعول كقوله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية وقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعم المكسوب وزنه من غير الثلاثي المجرد يكون وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثي ومن الرباعي مجردا ومزيدا فيه على وزن مدارعه المعلوم بإبدال حرف المدارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل مكرم ومعظم ومجتمع ومتكلم ومستغفر ومدحرج ومتدحرج ومحرنجم ومقشعر ومقاد ومهتاج ومعين ومستفيد وشذت الفاظ جاءت بفتح ما قبل الآخر نحو مسهب ومحصن وملفج ومهتر ومنها سيل مفع وكذلك شذت الفاظ جاءت من أفعل على فعل كعشب المكان فهو عاشب وأيفع الغلام فهو يافع وأورس الشجر فهو وارس وأبقل المكان فهو باقل وإن بنيته من أبواب أفعل وانفعل وافتعل المعتلات العين فإن كانت عين الفاعل معلة أعللتها في اسم الفاعل تبعا لمضارعه فاسم الفاعل من أعان يعين واستعان يستعين وانقاد ينقاد واحتال يحتال معين ومستعين ومنقاد ومحتال وإن كانت غير معلة لم تعلها في اسم الفاعل تتبع في ذلك مضارعه فاسم الفاعل من أحوجني الأمر يحوجني وأروح اللحم يروح وأحول الصبي يحول وأخول الرجل يخول وأغيالة المرأة تغيل وأعول يعول محوج ومروح ومحول ومخول ومغيل ومعول ومن اجتور القوم يجتورون وازدوجوا يزدوجون واحتوشوا يحتوشون واعتوانوا يعتونون مجتور ومزدوج ومحتوش ومعتون ومن استصوبت الأمر استصوبه واستحوذ عليه الغضب يستحوذ واستنوق الجمل يستنوق واستتيست الشات تستتيس واستفيل الحمار يستفيل فاسم الفاعل كما ترى تابع لمبارعه صحة واعتلالا وان بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام وكان مجردا من ألوى الإضافة حذفت لامه في حالة الرفع والجر نحو هذا رجل داع إلى الحق مندع إلى أهله ونحو تمسك برجل هاد إلى الخير مقتف أثر ذويه وصب الفاعل جار على معنى الفعل المضارع ولفظه فإن قلت خالد دائب في عمله فهو في معنى يدأب فيه ودائب جار على لفظ يدأب في الحركات والسكنات وكذلك مجتهد جار على لفظ يجتهد فهو يماثل فهو يماثله حركة وسكونة وجاد في وزن يجد باعتبار الأصل لأن أصل جاد جاد وأصل يجد يجد عنوان اسم المفعول الصفحة السادسة والثمانون بعد المئة اسم المفعول صفة تأخذ من الفعل المجهول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد للثبوت والدوام كمكتوب وممرور به ومكرم ومنطلق به ويبنى من الثلاثي المجرد على لزن مفعول كمنصور ومخذول وموعود ومقول ومبيع ومدعو ومرمي ومطوي ويبنى من غيره على لفظ مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارعه ميما مضمومة كمعظم ومحترم ومستغفر ومدحرج ومنطلق به ومستعان وهناك الفاظ تكون بلفظ واحد لاسم الفائل واسم المفعول كمحتاج ومختار ومعتد ومحتل والقرينة تعين معناها وهي إن كانت للفائل فأصلها محتوج ومختير ومعتد ومحتلل بالكسر وإن كانت للمفعول فأصلها محتوج ومختير ومعتدد ومحتلل بالفتح وإنما يبنى من الفعل المتعدي بنفسه كمعلوم ومجهول أو بغيره كموثوق به ومشفق عليه بناء مفعول من المعتل العين تحذف تحذف واسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف ثم إن كانت عينه واو تنقل حركتها إلى ما قبلها وإن كانت ياء تحذف حركتها ويكسر ما قبلها لتصح لها فاسم المفعول من يبيع مبيع ومن يقول مقول وأصلهما مبيوع ومقول ونظر إثبات واو مفعول فيما عينه واو فقالوا ثوب مصوم ومسك مدوف وفرس مقهود وهو سماعي لا يقاس عليه وبنو تمين من العرب يثبتون واو مفعول فيما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ومكيول ومديون بناء مفعول من المعتل لله إذا بني مفعول مما آخر ماضيه ياء أو ألف أصلها الياء قلبت واوه ياء وكسر ما قبلها وادغمت في الياء بعدها فاسم المفعول من قويا وربيا ونهى وطوى ورمى مقوي عليه ومرضي عنه ومنهي عنه ومطوي ومرمي قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية والأصل مق ووي ومرضوي ومطوي ومرموي اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وكسر ما قبلها وادغمت في الياء الثانية وإن بني منا آخر ماضيه ألف أصلها الواو مثل غذا يغزو ودعا يدعو ورجا يرجو فليس فيه إلا إضغام واو مفعول في لام الفال كمغزو ومدعو ومرجو عنوان فعيل بمعنى مفعول الصفحة الثامنة والثمانون بعد المعنى ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه أربعة أوزان وهي واحد فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل وذبيح وكحيل وحبيب وأسير وطريع بمعنى مقتول ومذبوح ومكهول ومحبوب ومأسور ومطروح وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال رجل كحيل العين وامرأة كحيلها وفعيل بمعنى مفعول سماعي فما ورد منه يحفظ ولا يقاس علي وقيل إنه يقاس في الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل كقتل وسلب ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك كرحم وعليم وشهد لأنهم قالوا رحيم وعليم وسمية وشهيد بمعنى راحم وعالم وسامع وشاهد اثنان فعل بكسر فسكون مثل ذبح وطحن وطرح ورعي بمعنى مذبوح ومطحون ومطروح ومرأي ثلاثة فعل بفتحتين نفل قمص وجزر وعدد وسلب وجلب بمعنى منقوس ومجزور ومعدود ومشلوب ومجلوب اربعة فعلة بضم فسكون كأكلة وغرفة ومضغة وطعمة بمعنى مأكل ومغروف ومنضوغ ومطعوم وهذه الاوزان الثلاثة فعل وفعل وفعل سماعية وقليلة ويستوي فيها المذكر والمؤنث ايضا اما اطلاق المصدر مرادا به المفعول فهو كثير مضطرب نحو هذا ضربك واكلك وكتابتك وعلمك وعملك بمعنى مضروبك ومأكولك ومكتوبك ومعلومك ومعمولك عنوان الصفة المشبهة الصفحة التاسعة والثمانون بعد المعه الصفة المشبهة باسم الفاعل هي صفة تأخذه من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث كحسن وكريم وصعب وأسود وأكحل ولا زمان لها لأنها تدل على صفات ثابتة والذي يتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضة وإنما كانت مشبهة باسم الفاعل لأنها تثمى وتزمع وتذكر وتؤمث ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبيه بالمفعول به فهي من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعد إلى واحد وأغلب بناؤها من باب فاعل يفعل اللازم كأكحل من كحل ومن باب فاعل يفعل كشريف من شرف ويقل من غيرهما كسيد وضيق وحريص من ساد يسود وضاق يضيق وحرص يحرص عنوان أوزانها من الثلاثي المجرد الصفحة التسعون بعد المئة تأتي الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد قياسا على أربعة أوزان هي أفعل وفعلام وفعل وفعيل عنوان الصفة المشبهة على وزن أفعل الصفحة التسعون بعد المئة يأتي أفعل من فعل اللازم قياسيا مضطردا لما دل على لون أو عيب ظاهر أو حلية ظاهرة ومؤنثه فعلاء فاللون كأحمر والعيب الظاهر كأعرج وأعور وأعمى والحلية الظاهرة كأكحل وأحور وأنجل وشذ مجيء الصفة من شاعث وحدب على شاعث وحدب لأن الشعث والحدب من العيوب الظاهرة فحق الصفة منهما أن تكون على وزن أفعل وقد قالوا أيضا أشعث وأحدب وهما أكثر استعمالا وأما قولهم ماء كدر بكسر الدال فهو مدني على كدر بضم الدال لا على كدر بكسرها كما توهم بعض العلماء فإن بنيت من هذه قلت أكدر وشذ مجيءها من حمق يحمق على أحمق ومن شاب يشيب على أشرب ومن قطع وجذم على أقطع وأجذم لأن أحمق وإن كان من باب فائل المكسور العين فهو يدل على عين ضاط فقياسه أن يكون على وزن فائل بكسر العين وقد قالوا أيضا حمق بكسر الميم على القياس وأشيب وإن دل على عين ظاهر فهو من باب فعلا المفتوح العين فقياسه أن يكون على وزن فيعل بكسر العين كطيب وضيق من طاب يطيب وضاق يضيق وأقطع وأجذم وإن دل أيضا على عين ظاهر فهو من باب فعلا المفتوح العين وحقهما أن يكون بوزن اسم مفعول أي مقطوع ومجذوم عنوان الصفة المشبهة على وزن فعلان الصفحة الحادية والتسعون بعد المئة يأتي فعلان من فعل اللازم الدال على خلو أو امتلاء أو حرارة باطنية ليست بداء ومؤنثه فعل فالخلو كالغرفان والصديان والعطشان والامتلاء كالشبعان والريان والسكران وحرارة الباطن غير دائم كالغضبان والثكلان واللهفان وقد قالوا جوعان من جاعة يجوء حملا له على غرفان من غارفاء يغرف لانه بمعنى وحقه ان يكون على فعل بكسر العين كسيد وميت من سادة سود ومات يموت عنوان الصفة المشبهة على غزن فعل الصفحة الثانية والتسعون بعد المئة يأتي فعل بكسر العين من فعل بكسر العين اللازم الدال على الادواء الباطنية او ما يشبنها او ما يضابها ومؤنفه فعلة والادواء اما جسمانية كوجع كوجع ومغص وتعب وجون ودون واما خلقية كضجر وشرس ولحز وبطر واشر ومرح وقلق ومكد وعمل ويشبه الادواء ما دل على حزن واغتنام ككمد وحزن وحرب وشجن ويدادها ما دل على سرور كجذل وفرح وطرب ورد او على زين من الصفات الباطنة كفط وندس ولدق وسلس واب وقد يخفف فعل فيكون على فعل بسكون العين كندس وشكس وفطنة وقد يأتي على فعيل وهو اصله المخفف هو منه كسليم وسقيم ورضي وابي وحمي واعلم ان حق الصفة من باب فعل بكسر العين الدالة على المعاني المذكورة ان تكون على وزن فعيل غير انهم خففوا فعيلا هذا بحذف الياء اذا جاء من باب فعل المكسور العين وتركوه للصفة من باب فعل بضم العين كالكريم والشريف ونحوهما غير انه قد دقيت الفاظ من باب فعل المكسور العين على فعيل دالة على الاصلة وما ورد من باب فعل على غير فعل فهو سماعي لا يقاس علي كندس وندس وشكس وشكس ويقال ايضا ندس وشكس على القياس على القياس وصفر 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 ونكس وعجل وحذر ويقال ايضا عجل وحذر على القياس ويقال حذر بسكون الذال وحر وغيور وما جاء على فعيل كمريض وان كان هو الاصل فلا يقاس عليه رنوان الصفة المشبهة على وزن فعيل الصفحة الرابعة والتسعون بعد الماء يأتي فعيل غالبا من فعل يفعل المضموم العين ككريم وعظيم وحقير وسميح وحليم وحكيم ورئيس وغريف وخشين ودخيل وجميل وقبيح ووضيء وطهير وقد تأتي الصفة من هذا الباب على فعل مخفف فعيل كخشن وسمج وطهر وعلى فعل مخفف فعل كضخم وشهم وفخم وصعب وسمج وسمح وعلى فعل بفتح عيني فعل كبطل وحسم وعلى فعال بزيادة ألف المد على أفعل كجبان وحصام ورزام وعلى فعال كشجاع وسراح وعلى فعل بضم وعلى فعل بضم فسكون كسلب ويقال صليب أيضا وعلى فعل بضمتين كجنب وعلى فعول كوقور وطهور وعلى فعل كطاهر وفاضل عنوان الصفة المشبهة من فعل المفتوح العين قد تبنى الصفة المشبهة من باب فعل المفتوح العين وذلك قليل فتجيء على وزن أفعل كأشيب وأقطع وأجي ذن وعلى فعل بكس العين ولا يكون إلا من الأجوف كسيد وطي من الواوي وضيق وطيب من اليائي وعلى فعل بفتح العين ولا يكون إلا من الصحيح كصيرف وفيصل وعلى فعيل بكسر العين وأكثر ما يكون من المضاعف والمعتل اللام فالمضاعف كعفيف وطبيب وخسيس وجليل وحبيب بمعنى المحب ودقيق ولبيب وشديد والمعتل الآخر كعلي وصفي وزكي وخلي وجلي ووصي وقد يكون فعيل المبني على فعل من غير المضاف والمعتل كحريص وطويل عنوان الصفة المشبهة على وزن فاعل الصفحة السادسة والتسعون بعد الماء إذا أردت بالصفة المشبهة معنى الحدوث والتجدد عدلت بها عن وزنها إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في فرح وضجر وطرب فارح وضاجر وطارب وما جاء على زنتي اسم الفاعل والمفؤول لما قصد به معنى الثبوت والدوام فهو صفة مشبهة كطاهر القلب ونائم العيش ومعتدل الرأي ومستقيم الطريقة ومرضي الخلق ومهذب الطبع ومندوح السيرة ومنقى السريرة عنوان الصفة المشبهة من فوق الثلاثي الصفحة السادسة والتسعون بعد الماء تجوء الصفة المشبهة من غير الثلاثي المزرد على وزن اسم الفاعل كمعتدل القامة ومستقيم الأطوار ومشتد العزيمة عنوان الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة الصفحة السابعة والتسعون بعد الماء الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من خمسة وجوب الأول دلالته على صفة ثابتة ودلالته على صفة متجددة الثاني حدوثه في إحدى الأزمنة والصفة المشبهة للمعنى الدائم الحاضر إلا أن تكون هناك قرينة تدل على خلاف الحاضر كأن تقول كان سعيد حسنا فقبح الثالث أنها لا تصاغ من الفعل اللازم قياسا ولا تصاغ من المتعدي إلا سماعا كرحيم وعليم وقد تصاغ من المتعدي على وزن اسم الفاعل إذا تنوسي المفعول به وصار فعلها في اللازم القاصر مثل فلان قاطع السيف وسابق الفرس ومسمع الصوت ومخترق السهم كما تصاغ من الفعل المجهول مرادا بها معمى الثبوت والدوام كمحمود الخلق وميمون النقيبة واسم الفاعل يصاغ قياسا من اللازم والمتعدي مطلقا كما سلف الرابع أنها لا تلزم الجري على وزن المضارع في حركاته وسكناته إلا إذا صيغت من غير الثلاثي المجرد واسم الفاعل يجو فيه ذلك مطلقا كما تقدم الخامس أنها تزوز إضافتها إلى فاعلها بل يستحسن فيها ذلك كطاهر الذيل وحسن الخلق ومنطلق اللسان ومعتدل الرأي والأصل طاهر ذيله وحسن خلقه ومنطلق لسانه ومعتدل رأيه واسم الفاعل لا يجوز فيه ذلك فلا يقال خليل مصيب السهم الهدف أي مصيب سهمه الهدف انتهى الوجه الأول واسم المفعول كالصفة المشبهة تجوز إضافته إلى فاعله لأنه في الأصل مفعول مثل خالد مجروح اليد والأصل مجروحة يده فأما إضافة الفاعل إلى مفعوله فجائزة مثل الحق قاهر الباطل عنوان مبالغة اسم الفاعل الصفحة الثامنة والتسعون بعد المئة مبالغة اسم الفاعل الفاغ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة وتسمى صيغ المبالغة كعلامة وأقول أي عالم كثير العلم وآكل كثير الأكل ولها أحد عشر وزنا وهي فعال كجدار ومفعال كمفضال وفعيل كصديق وفعالة كفهامة ومفعيل كمسكين وفعول كشروب وفعيل كعليم وفعيل كحذر وفعال ككبار وفعول كقدوس وفعول كقيوم وأوزامها كلها سماعية فيحفظ ما ورد منها ولا يقاس عليه وصيغ المبالغة ترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبهة لأن الاكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في النفس عنوان اسم التفضيل الصفحة التاسعة والتسعون بعد المئة اسم التفضيل صفة تأخذ من الفعل لتدل على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها مثل خليل أعلم من سعيد وأفضل منه وقد يكون التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين فيراد بالتفضيل حينئذ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيئ الآخر في صفته كقولهم الصيف أحر من الشتاء أي هو أبلغ في حره من الشتاء في برده وقولهم العسل أحلى من الخل أي هو زائد في حلاوته على الخل في حمضته وقد يستعمل اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل كقولك أكرمت القوم أصغرهم وأكبرهم تريد صغيرهم وكبيرهم وسيأتي فضل بيان لهذا عنوان وزن اسم التفضيل الصفحة التاسعة والتسعون بعد المية لسم التفضيل وزن واحد وهو أفعل ومؤنفه فعلا كأفضل وفضلا وأكبر وكبرى وقد حذفت همزة أفعل في ثلاث كلمات وهي خير وشر وحب نحو خير الناس من ينفع الناس وكقولك شر الناس المفسد وقول الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به وحب شيء إلى الإنسان ما منعا والثلاثة أسماء تفضيل وأصلها أخير وأشر وأحب حذف همزاتها لكثرة باستعمال ودورانها على الألسنة ويجوز إثباتها على الأصل وذلك قليل في خير وشر وكثير في حب عنوان شروط صوغه الصفحة المتممة للمئتين لا يصاغ اسم التفضيل إلا من فعل ثلاثي من فعل ثلاثي الأحرف مثبت متصرف معلوم تام قابل للتفضيل غير دال على لون أو عيد أو حليا فلا يصاغ من ما كتب لأنه منفي ولا من أكرم لمجاوزته ثلاثة أحرف ولا من بئس وليس ونحوهما لأنها جامدة ولا من الفعل المجهول ولا من صار وكان ونحوهما من الأفعال الماقصة ولا من نات لأنه غير قابل للتفضيل إذ لا مفاضرة في الموت لأن الموت واحد وإنما تتنوع أسبابه كما قال الشار ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد فإن أريد بالموت الضعف أو البلادة مجازا جاز مثل فلان أموت قلبا من فلان أي أضعف ونحوه هو أموت منه أي أبلد ولا يصاغ من سود لأنه دال على لون ولا من عور لدلالته على عيب ولا من كحل لدلالته على حلية فلا يقال هذا أسود من هذا ولا أعور منه ولا أكحل منه وشذ قولهم في المثل العود أحمد لأنه مصوغ من حمد وقولهم هو أزهى من ديك فبنوه من زهية هو فعل مجهول وقولهم هو أخصر منه فبنوا اسم التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول كما شذ قولهم هو أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوه مما يدل على لون وقالوا هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف فبنوه من أعطى وأولى شبوها وإذا أريد صوب اسم التفضيل مما لم يستوف الشروب يؤتى لمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر أو نحوهما تقول هو أشد إيمانا وأكثر سوادا وأبلغ عورا وأوفر كحلا والكوفيون يجيزون التعجب والتفضيل من البياض والسواد خاصة بلا شذور وعليه قول المتنبي وهو كوفي ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم عنوان أحوال اسم التفضيل الصفحة الأولى بعد المائتي لاسم التفضيل أربع حالات تجرده من ألوى الإضافة واقترانه بأل وإضافته إلى مارفة وإضافته إلى نكرة واحد تجرده من ألوى الإضافة إذا تجرد من ألوى الإضافة فلابد من إفراده وتذكيره في جميع أحواله وأن تتصل به من الجارة جارة للمفضل عليه تقول خالد أفضل من سعيد وفاطمة أفضل من سعاد وهذان أفضل من هذا وهتان أنفع من هاتين والمجاهدون أفضل من القائدين والمتعلمات أفضل من الجاهلات وقد تكون من مقدرة كقوله تعالى والآخرة خير وأبقى أي خير من الحياة الدنيا وأبقى منها وقد اجتمع إثباتها وحففها في قوله سبحان أنا أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا أي وأعز منك ومنه مجرورها معصم التفضيل بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوج تقديمه ما عليه كما لا يجوج تقديم المضاف إليه على المضاف فلا يقال من بكر خالد أفضل ولا خالد من بكر أفضل إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام مثل ممن أنت خير ومن أيهم أنت أولى بهاها ومن فرس من فرسك أسبق وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام ومنه قول الشيار إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملحوا والأصل فأسماء أملحوا من تلك الضعينة اثنان اقترانه بأل إذا اقترن اسم التفديل بأل امتنع وصله بمن ووجبت مطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا تقول هو الأفضل وهي الفضل وهما الأفضلان والفاطمتان هما الفضليان وهم الأفضلون وهما الفضليات وقشذ وصله بمن في قول الشهار ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثر ثلاثة إضافته إلى النكرة إذا أضيف إلى نكرة وجب إفراده وتذكيره وانتنع وصله بمن تقول خالد أفضل قائد وفاطمة أفضل أفضل امرأة وهذان أفضل رجلين وهتان أفضل امرأتين والمجاهدون أفضل رجال والمتعلمات أفضل نساء أربعة إضافته إلى معرفة إذا إذا أضيف أضيف التفضيل إلى معرفة إنتنع وصله بمن وجاز فيه وجهان إفراده وتذكيره كالمضاف إلى نكرة ومطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كالمقترن بأل وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم فمن استعماله غير مطابق لما قبله قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولم يقل أحرصي الناس ومن استعماله مطابقا قوله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في الحديث في الشريف ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وتقول علي أفضل القوم وهذان أفضل القوم وأفضل القوم وهؤلاء أفضل القوم وأفضل القوم وفاطمة أفضل النساء وفضل النساء وهتان أفضل من جميع القوم وهذه أفضل من كل النساء وهل أم جراء عنوان أفعل لغير التفضيل الصفحة الرابعة بعد المئتين قد يرد أفعل التفضيل عاريا عن معنى التفضيل فيتضمن حينئذ معنى اسم الفاعل كقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي عالم بكم أو معنى الصفة المشبهة كقوله سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي وهو هين عليه وقول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله أي عزيزة طويلة ولم يريد أعز من غيره وأطوله بل يريد نفي أن يشارك في عزته وطوله وكذلك في الآيتين الكريمتين لأنه لا مشارك لله في علمه ولا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى قدرته فليس لديه هين وأهون بل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى وإنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل إذا تجرد من أل أو أضيف إلى نكرة ولم يوصل بمن لم تجز تعريته عن معنى التفضيل وتعريته عن معنى التفضيل سماعية فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه على الأصح من أقوال النحاة وإذا عري عن معنى التفضيل فإذا تجرد من أل والإضافة فالأصح الأشهر فيه عدم المطابقة لما قبله أي فهو يلتزم الإفراد والتذكير كما لو أريد به معنى التفضيل كما رأيت في البيت السابق وإن أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله تقول هذان أعلم أهل القرية أي هما عالماهم إن لم يكن في القرية من يشاركهما في العلم ولا يصح أن تقول هما أعلمهم إلا إذا أردت مع ما تفضيلهما على غيرهما وذلك بأن يكون فيها من يشاركهما في العلم لأنه إن كان فيهما من يشاركهما فيه كان المعنى على التفضيل وحينئذ يصح أن تقول هما أعلم أهل القرية وأعلمهم بالمطابقة وعدمها لإضافته إلى معرفة مقصودا به التفضيل ويكون المعنى هما أعلم من جميع أهل القرية ومن ذلك قولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان أي هما عادلهم ولا يصح أن تقول أعدل بني مروان بل تجب المطابقة لأن التفضيل الذي يقتضي المشاركة في الصفة غير مراد هنا لأن مراد القائل أنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل لذلك لم يكن القصد أنهما أعدل من جميع بني مروان بل المراد أنهما العادلان منهم والناقص هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند والأشج هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رضي الله عنه سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الداب وحيث جاز تقدير منه كان المعنى على التفضيل وحيث لم يجز تقديرها كان المعنى على غيره أي كان اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل وقد يجمع الآن عن معنى التفضيل المجرد من ألوى الإضافة إذا كان موصوفه جمعا كقول الشاعر إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراما وأنتم ما أقام ألائم وإذا صح شمعه لتجرده عن معنى التفضيل جاز أن يؤنف وهو مجرد منه فيكون قول ابن هان كأن صغرى وكبرى من فقاقئها حصباء در على أرض من الذهب صحيحا وليس بلحن كما قالوا لأن صغرى وكبرى هاهنا بمعنى صغيرة وكبيرة فهما عاريتان من التفضيل فلا يجب فيهما الإفراد والتذكير بل يجوزان كما تجوز المطابقة وإن كان الأول هو الأفصح والأشهر وقال من لحنه كان حقه أن يقول كأن أكبر وأصغر أو كأن الكبرى والصغرى باعتبار أن اسم التفضيل إذا تجرد من ألوى الإضافة يجب إفراده وتذكيره وغفل عن أنه يجب ذلك فيما قصد به التفضيل وقول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى أي صغيرة وكبيرة وهو من هذا الباب عنوان اسم الزمان والمكان الصفحة السابعة بعد المئتين اسم الزمان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث نحو وافني مطلع الشمس أي وقت طلوعها واسم المكان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان الحدث كقوله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي مكان غروبها عنوان وزنهما من الثلاثي المجرب الصفحة السابعة بعد المئتين اسم الزمان والمكان من الثلاثي المجرد وزنان مفعل بفتف العين ومفعل بكسرها فوزن مفعل بفتف العين للثلاثي المجرد المأخوز من يفعل المضموم العين أو يفعل المفتوحها أو من الفعل المعتل الآخر وإن كان من يفعل المكسور العين فالأول مثل مكتب ومحضر ومحل والثاني مثل ملعب والثالث مثل ملهى ومثوى وموقى ولا فرق بين أن يكون المعتل الآخر ناقصا كملهى من لها يلهو أو لفيفا مقرونا كمثوى من ثوى يثوي أو لفيفا مفروقا كموفى من وفى يفي فوزن هذه الثلاثة واحد وشذت ألفاظ جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في المضارع وذلك كالمطلع والمغرب والمشرق والمسجد والمنسك والمجزر والمنبت والمسقط والمفرق والمرفق والمسكن ويجوز فيها الفتح على القياس والأول أفصح ووزن مفعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعله الصحيح المكسور العين أو من المثال الواوي فالأول مثل مجرس ومحبس ومضرب ومبيت ومصيف والثاني مثل مورد وموعد وموجل وموحل ولا فرق بين أن تكون عين المثال الواوي مكسورة في المضارع كمورد من ورد يرد وأن تكون مفتوحة كموضع من وضع يضع وبعض العلماء يجعله من مفتوح العين على مفعل بفتح العين وذلك جائز مسموع عن العرب عنوان اسم المكان على مفعله الصفحة الثامنة بعد المئتين قد تدخل تاء التأنيف على أسماء المكان كالمذلة والمعبرة والمشرفة والمدرجة وموقعة الطائر والمقبرة والمشربة وما جاء من ذلك على مفعلة بضم العين كالمقبرة والمشرفة والمشربة فهو شاذ وقد يبنى اسم المكان من الأسماء على وزن مفعله للدلالة على كثرة الشيء في المكان مثل مصدعه ومأسده ومذأبه ومبطخه ومقفأه ومحيأه ومفعأه ومدرجة ولم يسمع مثل هذا في الرباعي الأصول فما فوقه كالضفدع والثعلب والسفرجل فلا يقال أرض مدفدعة ولا مثعلبة ولا مسفرجة ولكنك تبنيها على صيغة اسم الفاعل فتقول مبفدعة ومثعلبة ومسفرجة عنوان وزنهما من حوق الثلاثي المجرد الصفحة التاسعة بعد المائتين يكون اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم المفعول نحو مجتمع ومنتبى ومنتظر ومستشفى عنوان فائدة الصفحة التاسعة بعد المائتين المصدر الميني واسم المفعول واسم الزمان والمكان مما هو فوق الثلاثي المجرد شركاء في الوزن ويفرق بالقرينة فاذا قلت جئتك منسكب المطر فالمعنى جئتك وقتا سكابه واذا قلت انتظرك في مرتقى الجبل المعنى في المكان الذي يرتقى فيه اليه واذا قلت هذا الامر منتظر فالمعنى ان الناس ينتظرونه فوسم فعول واذا قلت اعتقد معتقد السلف فمعتقد مصدر ميني بمعنى الاعتقاد عنوان اسم الآلة الصفحة العاشرة بعد المائتين اسم الآلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي للدلالة على اداة يكون بها الفعل كمبرد ومنشار ومكنسة وقد يكون من غير الثلاثي المجرد كالمئزر والمئزرة والمئزار من اعتزرة والميضة من توضعه والمحراك للعود الذي تحرك به النار من حركة والمعلاق اسم لما يعلق به الشيء من علقاء والمملسة وهي خشبة تسوى بها الارض وتملس من ملس الارض اذا سواها وقد يكون من الثلاثي المجرد اللازم كالمرقاه ويجوز فتح مينها وهي الدرجة من رقيا اذا صاعدا والمعرج والمعراج وهو السلم من عرج يعرج اذا ارتقى والمصباح من صابح الوجه اذا اشرقوا انار والمدخنة من دخنة النار تدخن وتدخن اذا خرج دخانها ايرتفع والمزرب من ذرب الماء يزرب اذا سال والمعزف والمعزفة وهي اعدات الله كالعود والطنبول ونحوهما والجمع معازف من عزف يعزف اذا غنى وكذا اذا ضرب بالمعازف والمله وهو آلة الله وجمعه ملاه من لها يلهو وقد يكون من الاسماء الجامدة كالمحبرة من الحبر ويجوز فيها فتح الميم والمقلمة من القلم وهي وعاء الاقلام والممتر والممترة من المطر وهو الثوب يتقى به المطر والمملحة من الملح ويجوز فيها فتح الميم والمئبر من الابرة وهو بيتها والمزود من الزاد وهو وعاء انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقيه على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب عنوان اوزان اسم الالة الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين اسم الالة ثلاثة اوزان الاول مفعل كمبضع ومرقم ومعبر ومقص والثاني مفعلة كمكسحة ومعبر ومشربة ومنشة ومصفاء الثالث مفعل كمفتاح ومجداف ومغراف ومقراب وقد جاء في كلام العربي اسماء للالات مشتقة من الفعل على غير هذه الاوزان شذوذاً من ذلك المنخل والمصعط والمدق والمدهن والمقحلة والمحرضة وقد يقال المصعط والمدق والمحربة في هذه الثلاثة على القياس وقد يكون اسم الالة جامداً غير مأخوذ من الفعل ولا على وزن من الاوزان السابقة كالقدوم والفأس والسكين والجرس والمعقور والساطور الباب الثالث تصريف الافعال الصفحة الثانية عشرة بعد المئتين وهو يجتمل على أربعة فصول واحد معنى التصريف التصريف لغة التغيير ومنه تصريف الرياح أي تغييرها واستلاحاً هو العلم بأحكام بنية الكلمة وبما لأحرفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وإبدال وشبه ذلك وهو يطلق على شيئين الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كتحويل المصدر إلى صيغ الماضي والمبارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرها وكالنسبة والتصغير والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض آخر ينحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والإضغام فتصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال ومعرفة ذلك كله تسمى علم التصريف أو صرف ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة وأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة فإنها تشبه الحرف في الجمود وعدم التصرف ولا يقبل التصريف ما كان على أقل من ثلاثة أحرف إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحرف مثل عي كلامي وقي نفسك وقل وبع وهي أفعال أمر من وعايعي ووقى يقي وقال يقول وباع يبيع ومثل يد ودم وأصلهما يدع ودمع أو دمي عنوان اثنان اشتقاق الأفعال الاشتقاق في الأصل أخذ شق الشيء أي نصفه ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة أي أخذها منها وفي الاصطلاح أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصفة كما تأخذ اكتب من يكتب وهذه من كتبا وهذه من الكتابة وهذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير وهو المبحوث عنه في علم التصريف وهناك نوعان من الاشتقاق الأول أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف كجاذبا وجبذا ويسمى الاشتقاق الكبير والآخر أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف كنهقا ونعقا ويسمى الاشتقاق الأكبر ويأخذ الأمر من المدارع والمدارع من الماضي والماضي من المصدر فالمصدر أصل صدر عنه كل المشتقات من الأفعال والصفات التي تشبهها وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي عنوان اشتقاق الماضي الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتي يأخذ الماضي من المصدر على أوزان مختلفة سيأتي بيانها مثل كتبا وأكرما وانطلقا واسترشدا عنوان اشتقاق المدارع الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين يأخذ المدارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المدارعة في أوله وأحرف المدارعة أربعة وهي الهمزة والتاء والنون والياء مثل أذهب تذهب مذهب يذهب فالهمزة للمفرد المتكلم مثل أكتبوا والتاء لكل مخاطب ومخاطبة وللغائب للغائبة الواحدة وللغائبتين مثل تكتبوا يا علي وتكتباني يا تلميذان وتكتباني يا تلميذة وتكتبون يا تلميذات وفاطمة تكتبوا وفاطمتان تكتبان والنون لجماعة المتكلمين وللمتكلم الواحد المعظم نفسه مثل نكتب والياء للغائب الواحد والغائبين والغائبين والغائبات مثل التلميذ يكتبوا التلميذان يكتبان التلاميذ يكتبون التلميذات يكتبنا وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف يسكن أوله بعد دخول حرف المبارع فتقول في سأل وأخذ وكرم يسأل يأخذ يكرم وأما ثانيه فهو مفتوح أو مضموم أو مكسور حسب ما تقتضيه اللغة مثل يعلم ويكتب ويحمل وإن كان على أربعة أحرف فصائضا فإن كان في أوله همزة زائدة تحذف ويكسر ما قبل آخره فتقول في أكرم وانطلق واستغفر يكرم وينطلق ويستغفر وإن كان في أوله تاء زائدة يبقى على حاله بلا تغيير فتقول في تكلم وتقابل يتكلم وتقابل وإن لم يكن في أوله همزة ولا تاء زائدتان يكسر ما قبل آخره فتقول في عظم وبايع يعظم ويبايع وحرف المضارعة يكون مفتوحا مثل يعلم وتجتهد وتستغفر إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف فهو مضموم مثل يكرم ويعظم عنوان اشتقاق الأمر الصفحة الخامسة عشرة بعد المائتين يوخذ الأمر من المضارع بحث حرف المضارعة من أوله فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا ترك على حاله فتقول في يتعلم تعلم وإن كان ساكنا يزد مكان حرف المضارعة همزة فتقول في يكتب ويكرم وينطلق واستغفر اكتب وأكرم وانطلق واستغفر وهمزة الأمر همزة وصل مكسورة مثل اعلم انطلق استقبل إلا إن كان ماضيه على أربعة أحرف فهي همزة قطع مفتوحة مثل اكرم واحسن واعطي أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف ومضارعه على وزن يفعل المضموم العين فهي همزة قطع مضمومة مثل اكتب انصر ادخل فإن مضارعها ينصر ويكتب ويدخل عنوان همزة الوصل الصفحة السادسة عشرة بعد المئتي همزة الوصل هي همزة في أول الكلمة زائدة يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما لا تقف على متحرك وذلك كهمزة اسم واكتب واستغفر وانطلاق واجتماع والرجل وحكمها أن تلفظى وتكتب إن قرئت ابتداء مثل اسم هذا الرجل خالد ومثل استغفر ربك وأن تكتب ولا تلفظى وإن قرئت بعدها بعد كلمة قبلها مثل إن اسم هذا الرجل خالد ومثل يا خالد استغفر ربك ويقسمان سماعية وقياسية فالسماعية محصورة في كلمات وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم وأيم عنوان فوائد ثلاث الصفحة السادسة عشرة بعد المائتين واحد من العلماء من يجعل لفظا أيم كلمة وضعت للقسم ويجعل همزته همزة وصل ومنهم من يقول هو جمع يمين كأيمان ويجعل همزته همزة قطة تقول يا خالد أيمن الله لا فعلمنا كذا لقطة الهمزة ويقال في أيمن الله أيضا بحذف النون اثنان حركة الراء في امرئ تكون كحركة الهمزة بعدها فتقول هذا امرؤ تضم الراء ورأيت امرأ بفتحها ومررت بامرئ بكسرها وتكتب همزته على الواو انضمت وعلى الالف انفتحت وعلى الياء انكسرت كما رأيت ثلاثة اذا سبقت همزة الاستشام همزة القلبة همزة المدة مثل الكتابة تأخذ ام القلم قال الله تعالى قل الله اذن لكم ويجوز اسقاطها خطا ولفظا والاكتفاء بهمزة الاستشام تقول الذهب انفع ام الحديد والقياسية تكون في كل فعل في كل فعل امر من الثلاثي المجرد كعلم واكتب وفي كل ماض وامر ومصدر من الفعل الخماسي والسوداسي كانطلق وانطلق وانطلاق واستغفر واستغفر واستغفار وهمزة الوصل مكسورة دائما الا في ال واي فانها مفتوحة فيهما وفي الامر من وزني يفعل المضموم العين فانها مضمومة فيه مثل اكتب وادخل والماضي المجهول من الخماسي والسوداسي تضم همزته تبعا للحرف الثالث فتقول فيه احتمل واستغفر احتمل واستغفر عنوان همزة الفصل الصفحة السابعة عشرة بعد المائتين همزة الفصل وتسمى همزة القطع ايضا هي همزة في اول الكلمة زائدة كهمزة اكرم واكرم واكرم واكرام وحكمها ان تكتبى وتلفظى حيثما وقعت سواء قرئت ابتداء مثل اكرم ضيوفك ام بعد كلمة قبلها مثل يا علي اكرم ضيوفك وهمزة الفصل همزة قياسية وهي تكون في اوائل بعض الجموع كاحمال واولاد وانفس واربع واطقياء وافاضل وتكون ايضا في الماضي الرباعي وامره ومصدره مثل احسن واحسن واحسان وفي المضارع المسندي الى الواحد المتكلم مثل اكتب اكتب واكرم وانطلق واستغفر وفي وزن افعل الذي هو للتفضيل مثل افضل واسمى او صفة مشبهة مثل احمر واعور وهي مفتوحة دائما الا في المضارع من الفعل الرباعي ومصدره فانها في الاول مضمومة مثل احسن واعطي وفي الاخر مكسورة مثل احسان واعطاء عنوان ثلاثة موازين الافعال الصفحة الثامنة عشرة بعد المائتي لكل فعل ميزان يوزن به والميزان يتألف من ثلاثة احرف ويلفاء والعين واللام فيقال كتب على وزن فعل ويكتب على وزن يفعل واكتب على وزن افعل ويقال لأحرف فعل ميزان ولما يوزن بها موزون ويسمى ما يقابل فاء الميزان من أحرف الموزون فاء الكلمة وما يقابل عينه عين الكلمة وما يقابل لامه لام الكلمة فإن قلت كتب فتكون الكاف فاء الكلمة والتاء عينها والباء لامها ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون حركة وسكون وزيادة أحرف فإذا قلت كرم كانت على وزن فعلا وإن قلت أكرم كانت على وزن أفعلا وإن قلت كسر كانت على وزن فعلا وإن قلت انكسر كانت على وزن فعلا وهلما جرا وكل ما يزاد في الموزون يزاد في الميزان هو بعينه إلا إن كان الزائد من جنس أحرف الموزون فيكرر في الميزان ما يماثله فيقال في وزن عظم فعلا وفي وزن غرورق إفعو على وفي وزن إحمار إفعال بتكرير عين فعلا لأن الموزون وهو عظم مكرر العين وبتكرير عين فعلا لأن الموزون وهو غرورق مكرر العين وبتكرير لام فعلا لأن الموزون وهو حمار مكرر اللام أما مثل أخرج وانكسر واستغفر ونحوها فإن أحرفها الزائدة تزاد هي بعينها في الميزان فيقال أفعل وانفعل واستفعل وقس على ذلك أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة فتكرر لام الميزان فيقال في وزن ذحرج فعلا والمزيد فيه منه تكرر لامه أيضا كما تكرر في الأصلي فتقول في وزن حرنجم إفعال للا وفي وزن اقشعر إفعال لا عنوان أوزان الأفعال الصفحة التاسعة عشرة بعد الماتين للماضي من الأفعال خمسة وثلاثون وجنا ثلاثة منها للثلاثي المجرد واثنى عشر للثلاثي المزيد فيه وواحد للرباعي المجرد وسبعة للملحق به وثلاثة للرباعي المزيد فيه وتسعة للملحق به عنوان أوزان الثلاثي المجرد الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين للماضي من الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان فعلا وفعلا وفعلا عنوان واحد وزن فعلا المفتوح العين الصفحة العشرون بعد المائتين وزن فعلا المفتوح العين ككتبا وجلسا وفتحا يكون مضارعها إما مضمومها كيكتب وإما مكسورها كيجلس وإما مفتوحها كيفتح وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع يأتي منه غير مضطرد الصحيح السالم كنصر ينصره والمهموز الفائي كأخذ يأخذ ويطرد فيه الأجوف والناقس الواويان مثل قال يقول ودع يدعو والمضاعف المتعدي مثل مده يمده وشذ حبه يحبه وجاء منه بعض أفعال بوجهين وهي بت الحبل يبطه ويبطه وعله يعله ويعله ونم الحديث ينمه وينمه وشد يشده ويشده ورمه يرمه ويرمه وهر الشيء يهره ويهره والمكسور منها شاذ في القياد ومما يختص بهذا الباب ما يراد به معنى الفوز في مقام المغالبة والمفاخرة نحو كاتبني فكتبته أكتبه أي غالبني في الكتابة فغلبته فيها وحينئذ لا يكون إلا متعديا وإن كان في الأصل لازما فمثل قاعد لازم فإن قلت قاعدني فقعدته أقعده صار متعديا وكل فعل تريد به معنى الغلبة والمفاخرة حولته إلى هذا الباب وإن لم يكن منه فتقول في نزل ينزل وخصمه يخصمه أو أزوف يائيا كباع يبيع أو معتل الآخر بلياء كرما يرمي فإنه يبقى على حاله في باب المغالبة وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المدارع يطرد فيه المثال الواوي نحو وثباء يثب بشرط أن لا تكون لامه حرف حلق كوضع يضع ووقع يقع ووسع يسع ووطئ يطع والأجواف الليائي نحو شاد يشيب والمعتل الآخر بلياء نحو قضى يقضي بشرط أن لا تكون عينه حرف حلق كسعى يسعى ونعى الميت ينعاه والمضاعف اللازم نحو فر يفر وما جاء على خلاف ذلك فهو مخالف للقياس وما بفعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع يكثر أن يجيء منه ما كانت عينه أو لامه حرف حلق نحو فتح يفتح سأل يسأل ووضع يضع ولا يكون الفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع إلا إذا كانت عينه أو لامه حرفا من أحرف الحلق مثل سأل يسأل وذهب يذهب وجعل يجعل وشغل يشغل وفتح يفتح وشدخ يجدخ وعما نحو أبا يأبا ما يركن بكسرها وفتحها في المضارع ووجود حرف الحلق في فعل لا يوجب فتح عينه في الماضي والمضارع فمثل دخل يدخل ورغب يرغب وبغى يبغي وسمع يسمع ونبه ينبه وغيرها ليست من هذا الباب مع وجود حرف الحلق في مقابل عينها أو لامها عنوان اثنان وزن فاعل المكسور العين الصفحة الثانية والعشرون بعد المائتين وزن فاعل بكسر العين كعليماء لا يكون مدارعه إلا مفتوح العين كيعلم لأنه إن كان الماضي مكسور العين فمدارعه لا يكون إلا مفتوحها إلا أربعة أفعال شاف جاءت مكسورة العين في الماضي والمدارع ويجود في مدارعها الفتح وهو الأفصح والأولى ويحسب يحسب بأس يبأس ويبأس نعما ينعم وينعم يأس ييأس ويأس وجاء شذوذا وارث يرث ووامق يمق وورم الجرح يرم ووثق به يثق ووري الزند يري ووفق أمره يفقه وليس فيها إلا كسر العين في الماضي والمدارع إلا وري يري فيجوز فيه ورا يري بفتح العين في الماضي وكسرها في المدارع وهو الأفصح وتكسر في هذا الباب الأفعال الدالة على العلل والأحزان وأضى بهما نحو سقما وحزنا وفرحا وما يدل على خلو أو انتلاء نحو عطشا وشبعا وتجيء الألوان والعيوب والحلا كلها علي نحو سوداء وعرجاء ودعجاء عنوان ثلاثة وزن فاعلاء بضم العين الصفحة الثالثة والعشرون بعد المائتين وزن فاعلاء بضم العين في الماضي مثل حسنا لا يكون مضارعه إلا مضمومها مثل يحسن يأتي من هذا الباب ما يدل على الغرائز والطبائع الثابتة نحو كرم وعذب الماء وحسنا وشرفا وجملا وقبحا وكل فعل أردت التعجب به أو المدحة أو الذم حولته إلى هذا الباب وإن لم يكن منه كما قدمنا في مبحث أفعال المدح والذم نحو كتب الرجل سعيد بمعنى ما أكتبه تريد المدحة والتعجب معا وما كان على وزن فاعلاء لا يكون إلا لازما لأنه لا يكون إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به أي للسجايا والطبائع مثل كرما ولأما أو كمطبوع عليه مثل فقها وخطبا أي صار فقيها وخطيبا وغيره يكون متعديا ويكون لازما وحركة العين في الأمر من هذه الأوزان المذكورة كحركة العين في مدارعه مثل انصر واجمل وارجع واسأل واعلم وهذه الأوزان سماعية كلها إلا ما اضطرض منها أما أوزان المزيد فيه فكلها قياسية وكذا وزن الرباعي المجرد انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط ترجمة نانسي قنقر اكثرятиvicari قي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اوزان الثلاثي المزيد فيه الصفحة الرابعة والعشرون بعد المائتين للثلاثي المزيد فيه اثنى عشر وزنا ثلاثة للمزيد فيه حرف واحد وخمسة للمزيد فيه حرفان وأربعة للمزيد فيه ثلاثة أحرف فالثلاثة اوزان أفعال كأكرمة وفعال كفرحة وفعال كسابقة وباب أفعال يكون للتعدية غالبا أي لتصيري اللازم أي لتصيري اللازم متعديا إلى نفعو واحد كدخل وأدخلته فإن كان متعديا إلى واحد صار متعديا إلى اثنين كلازم الأمر وألزمته إياه وباب فعال يكون بالتكثير والتعدية غالبا فالتكثير يكون في الفائل نحو طوفت وجولت أي أكثرت من الطواف والجولان وفي الفائل نحو موتت الإبل أي كثر فيها الموت وفي المفعول نحو غلقت الأبواب أي أبوابا كثيرة وباب فاعل يكون المشاركة بين اثنين غالبا نحو راميته وخاصمته والمعنى أني فعلت به ذلك وفعل بي مثله وقد تأتي هذه الأبواب لمعاني غير هذه قلمة ضبط وإنما تفهم من قرينة الكلام وللثلاثي المزيد فيه حرفان خمسة أوزان وينفعل كالخصر وافتعل كاجتمع وفعل كحمر وتفعل كتعلما وتفعل كتصالح وباب فعل يكون المطاوعة أي لمطاوعة المفعول الفائل فيما يفعله به كصرفته فانصرف ولا ينفك هذا الباب عن نعنى المطاوعة لهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون مجرده إلا متعديا وباب فعل يكون المطاوعة غالبا نحو جمعت القوم فاجتمعوا وباب فعل يكون الألوان والعيوب فالألوان كحمر والعيوب كعور ويقصد به المبالغة في معنى مجرده ففي حمر زيادة ليست في حمر وفي عور زيادة ليست في عور وباب تفعلا يكون للتكلف غالبا نحو تعلم وتصبر وتشجع وتحلم وقد يكون التكلف منزوجا بالدعاء شيء ليس من شأن المدعي نحو تكبر وتعظم وتسرى أي تكلف مظاهر الكبرياء والعظماء والسرى وباب تفاعل يكون للمشاركة بين اثنين كتسادق الرجلان أو أكثر كتصالح القوم وقد تأتي هذه الأفعال نمعان غير هذه لا تنضبط وإنما يعينها المقام وللثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف أربعة أوزان استفعلا كاستغفر وفعلا كخشوشن وفعلا كعلوط وفعلا كدهام وصيغة فعال مشتركة بين الماضي والأمر لفظا فإن كانت للماضي فأصلها إفعال لا وإن كانت لأمر فأصلها إفعال ويكون داب استفعلا للطلب والسؤال غالبا نحو استغفرت الله أي سألته المغفرة واستكتبت زهيرا كلاما واستمليته إياه أي سألته كتابته وإن لا وهو يكون متعديا كما رأيت وقد يكون لازما نحو استحجر الطين أي صار حجرا وإذا كان لازما لم يكن بمعنى السؤال كما ترى وأبواب إفعوا على وفعوا ولا وفعال تكون للمبالغة في معنى مجردها أي أنها تزيد في معناها على معنى المجرد منها عنوان وزن الرباعي المجرد الصفحة السادسة والعشرون بعد المائتين للرباعي المجرد وزن واحد وهو فعل لا كبحرجاء ويكون متعديا غالبا نحو بحرجت الحجر وزلزلت البناء وقد يكون لازما نحو حصحص الحق أي بان وظهر وبرهم الرجل أي أدام النظر والبرهمة سكون النظر وإدامته عنوان الرباعي المنحوط الصفحة السادسة والعشرون بعد المائتين وقد يصاب هذا الوزن بالنحت من مركب لاختصار الكلام كقولهم عقربت الصدغة أي لويته كالعقرب وفلفلت الطعام إذا وضعت فيه الفلفل ونرجست الدواء إذا وضعت فيه النرجس وعصفرت الثوب إذا سبغته بالعصفر وبسملت وحمدلت وحوقلت وحسبلت وسبحلت وجعفلت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله وسبحان الله وجعلني الله في دائك ويسمى هذا الصنيع النحتى وهو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة ولا يشترط فيها حفظ الكلمات بتمامها ولا الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة الحركات والسكنات على الصحيح كما يعلم من شواهد ذلك لكنه يشترط فيها اعتبار ترتيب الحروف والنحت على كثرته في لغتنا غير قياسي كما هو مذهب الجمهور ومن المحققين من جعله قياسيا فكل ما أمكنك فيه الاختصار جاز نحته والعصر الحاضر يحملنا على تجويز ذلك والتوسع فيه ومن المسموع أيضا سمع على وطلبق إذا قال السلام عليكم وأطال الله بقعك ومنه بعثر أي بعث وأثار قال الزمخشري في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت ومنحوت من بعثاء وأثير ترابها عنوان الملحق بدحرج صفحة السابعة والعشرون بعد المائتين يلحق بدحرج سبعة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرف واحد وهي شملل بوزن فعلل وجهور بوزن فعول ورودن بوزن فوعل ورهيئ بوزن فعيلا وسيطر بوزن فيعل وشنطر بوزن فنعلا وسلق بوزن فيعل وإنما كانت ملحقة بدحرج لأن مصدرها ومصدره متحدان في الوزن فمصدر فعل الفعل ومصدر فعول الفعول ومصدر فوعل الفوعل إلى آخره عنوان تحقيق في معنى الإلحاق الصفحة الثامنة والعشرون بعد المائتين الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى وشرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به كما ترى في هذه الأفعال والإلحاق لا يكون في أول الكلمة وإنما يكون في وسطها كالنون من شنطر أو في آخرها كالألف المنقلبة عن الياء في سلقا ولذلك لم يكن نحو طمنطقة وتمسكن وتمضرع وتمندل وتمذهب وتمشيخ ملحقا بتدحرج لأن الميمة ليست زائدة بين أصول الكلمة ومع هذا فليست فليست زيادتها لقصد الإلحاق لأن هذه الأفعال مبنية على المنطقة والمسكين والمدرع والمنديل والمذهب والمشيخة فهي على زنة تبحرج أصالة لا إلحاقا باعتبار أن الميمة كالأصل توهم فقد توهموا أصالة الميمة في هذه الأسماء فبنوا الفعل عليها فوزنها تفعل لا لا تمفعل هذا هو الحق الذي عليه المحققون من العلماء وما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معموي تضطرد زيادته لأجله فهو ليس كالزيادة في نحو أكرم وقاتلا واستغفلا مما زيادته لغير الإلحاق وإنما هي لمعنى اقتضى هذه الزيادة وقد تخرج الزيادة للإلحاق الفعل عن معناه إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول فمثل عثير معناه أثار العثير بكسر العين وهو الطراب والغبار والمجرد وهو عثر معناه زل وكذا ويقول أيضا عثر على الشيء إذا وجده ومنه عثر على السر ونحوه إذا اطلع علي ومثل حوقل يأتي بمعنى عجز وأعيا وضعف وناما ومضى فتعب ووضع يديه على خصره وكل ذلك راجع إلى معنى الضعف وأصله من حقل الفرس من باب فرحة إذا أصابه وجع في بطنه من أكل الطراب وذلك ما يضعف ويعيه وحوقل هذه غير حوقل إذا قال لا حول ولا قرة إلا بالله فهذه منحوتة من مركب فهي على وزن دحرج أصلا لا إلحاق كما تغهموا لأن الواو فيها هي واو حول فهي أصلية لا زائدة واعلم أن ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إضغام ولا إعلال وإن كان مستحقهما كي لا يفوت بهما الوزن وهذا من علامات الإلحاق أيضا فمثل شملل وقعا ددا مستحق للإضغام لأن فيه حرفين متجانسين متجاورين ومثل جهور مستحق للإعلال بقلب الواوي ألفا لكنه لم يجري على ما ذكر إضغام ولا إعلال لما ذكرنا وإنما وإلا نحو سلقا لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة وذلك لا يفوت به الوزن لأن الآخر يصبح ساكنا فيكون كالموقوف عليه بالسكون والوقف على آخر الكلمة بإسكانه لا يفوت به وزنها عنوان وزن الرباعي المزيد فيه الصفحة الثلاثون بعد المئتين للرباعي المزيد فيه حرف واحد وزن واحد وهو تفعل كتد احرج وهو يبنى للمطاوعة أي مطاوعة المفعول الفاعل فيما يفعله وقبول أثار فعله ولا يكون إلا لازما نحو سرولته فتسرول أي ألبسته الصراويل فلبسها ونحو سقلبته فتسقلب أي طرحته وصرعته فانصرع والعامة تقول شقلبه بالشين المعجمة ويلحق به ستة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرفان وهي تماعدد بوزن تفعل وتسه وك بمعن أو بوزن تفع ول وتكوسر بوزن تفوعل وترهيأ بوزن تفع وتسيطر بوزن تفيع وتجعب بوزن تفع وللرباعي المزيد فيه حرفان وزنان افع للا كحر جم وفع للا كقش عر وباب فع للا يبنى للمطاوعة محو حرجمت القوم فحر جم وباب فع للا يبنى للمبالغة ويلحق به ثلاثة اوزان من الثلاثي المزيد فيه ثلاثة احرف وهي قعنسس بوزن افع للا وحرم بوزن افع لا واستلقى بوزن افتع لا اربعة تصريف الفعل مع الدمائر الصفحة الثانية والثلاثون بعد المائتين تصريف الفعل تحويله بحسب شاعله فيحول من ضمير المفرد الى ضمير المثنى او الجمع ومن ضمير المذكر الى ضمير المؤنث ومن ضمير الغائب الى ضمير المخاطب او المتكلم ويتصرف الماضي والمدارع على اربعة عشر مثالا ثلاثة منها للغائب وثلاثة للغائبة وثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة واثنان من المتكلم ويتصرف الامر على ستة امثلة ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة عنوان تصريف السالم والمهموز الصفحة الثانية والثلاثون بعد المائتي يتصرف السالم والمهموز من الافعال الثلاثة بلا تأيير فيهما إلا الامر من أخذ وأكل وأمر فقد جاء بحذف الهمزة فيقال خذ وقل ومر وإلا الامر من سأل يسأل فإنه سل واسأل وإلا المهموز الأول في المضارع المسند إلى الواحد المتكلم فإن همزته الثانية تقلب مدة مثل آخذ وآمف وآمر وآتي وآمن وإلا الأمر من المهموز الأول إن نطق به ابتداء فإن همزته تقلب واوا إن ضم ما قبلها مثل أومل يا زهير الخير ويا أن إن كسر ما قبلها مثل ايتي يا أسامة المعروفة فإن نتق به موصولا بما قبله ثبتت همزته على حالها مثل يا زهير أؤمل الخير ويا أسامة ائتي المعروفة والمبارع من رأى يرى والأمر منه رى نحو رى البدر فإن وقفت عليه قلت راه تلحق به هاء السكت عنوان تصريف المداعف الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المائتي يتصرف المداعف بفك تجديده مع ضمائر الرفع المتحركة مثل مددت ومددت ومددنا ومددنا وينددنا وينددنا ويجرد فيه إن كان فعل أمر للواحد أو مضارعا مقترنا بلام الأمر مصندا إلى الواحد أن يقال فيهما مد وليمد بالتجديد ويندد وليمدد بفكه عنوان تصريف المثال الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المائتي يتصرف المثال الواوي المكسور العين في المدارع والمفتوحها في الماضي والمدارع بحذف واوه في جميع تصاريف المدارع والأمر مثل يارث ورث ويعد وعد ويضع وضع ويهب وهب أما المثال اليائي فيتصرف كالسالمين مثل يسر ييسر إيسر كذا المثال الواوي المكسور العين في الماضي المفتوحها في المدارع فلا تحذف الواوي من مدارعه مثل وجل يوجل ووسخ يوسخ ولا من أمره لكنها تنقلب في الأمر ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة مثل يجل والأصل يوجل إلا إن دم ما قبلها بأن وقعت في درج الكلام بعد حرف مضموم فإنها تكتب ياءا وتلفظ واوا نحو يا فلان أوجل فتلفظ هكذا يا فلان أوجل وشذ من ذلك وطئ الشيئ يطأ ووسعني الأمر يسعني والأمر منهما سع وطأ بحرف الواو في المدارع والأمر عنوان تصريف الأجوف الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئتين يتصرف الأجوف بحذف حرف الألة مع ضمائر الرفع المتحركة مثل قلت وقلنا وقلتم وتقلنا وقلنا وفي الأمر المفرد المخاطب مثل قل وبيع وإذا أسند الماضي الأجوف الثلاثي المجرد إلى ضمائر الرفع المتحركة ضم أوله إن كان أجوف واويا من باب فعل يفعل نحو قلت والنساء قلنا وكسر إن كان أجوف يائيا نحو بعت والنساء بعنا أو أجوف واويا من باب فعل يفعل مثل خفت والنساء خفنا فإذا بنيت ذلك للمجهول عكست فتقول قلت والنساء قلنا وبعت والنساء بعنا وخفت والنساء خفنا لألا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله فائدة سيغة الماضي والأمر والأجوفين المسندين إلى نون النسوة واحدة مثل النساء قلنا وبعنا ويا نساء قلنا وبعنا إلا أما أصلهما في الماضي قالا وباعا وأصلهما في الأمر قلنا وبعنا عنوان تصريف الناقص الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المائتين يتصرف الناقص بحذف آخره مع واو الجماعة ويا المخاطبة مثل رموا وردوا يرمونا يردونا وارموا واردوا وترمينا وترضينا وارني واردي وبحذف ألفه في الماضي معتاء التأنيف مثل رمت ورمت ودعت ودعت وبقلبها ياء مع ضمير الغائدين وضماء الرفع المتحركة مثل سعيا يسعياني وسعيا وسعيت وسعينا وسعينا ويسعينا وسعينا إلا إذا كانت ثالثة وأصلها الواو فتنقلب واوا مع هذه الضمائر مثل دعوا ودعوت ودعونا ودعونا ثم إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحا فتقول في رمى ويرضى وارضى رمى ويرضون وارضوا وترضينا وارضي وإن كان المحذوف واوا يبقى ما قبل واو الجماعة مضموما ويكسر ما قبل ياء المخاطبة فتقول في ساروا ويدعوا وادعوا ساروا ويدعون وادعوا وتدعينا وادعي وإن كان المحذوف ياء يبقى ما قبل ياء المخاطبة مكسورا ويدم ما قبل واو الجماعة فتقول في يرمي وارمي ترمين وارمي وترمونا وارمو يبقى الفعل الناطس فيما عدى ما تقدم على حاله نحو سروت ورديت والنساء يدعونا ويرمينا عنوان تصريف اللفيف الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئتين يتصرف اللفيف المقرون كمعقص مثل طوو ويطونا وطو تطوين طوت طوت طويت طوينا ويتصرف اللفيف المفروق كالمثال باعتبار فائه وكالناقص باعتبار لامه مثل وفو ويفي ويفون وفي وفي وفيا وفو وفينا ووفت ووفت ووفيت ووفينا ووفينا عنوان فائدتان الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئتين واحد يأتي المضارع من المعتل الآخر بالواو بلفظ واحد لجماعة الذكور والإناث فتقول الرجال يدعونا ويا رجال تدعونا والنساء يدعونا إلا أن الواو مع جماعة الذكور هي ضمير الجم ولام الكلمة محذوفة والواو مع جماعة الإناث هي لام الكلمة اتصلت بنون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء اثنان يأتي المضارع من المعتل الآخر بالألف أولياء بلفظ واحد للواحدة المخاطبة وجمع الإناث المخاطبات فتقول ترضينا وتمشينا يا فتاة وترضينا وتمشينا يا فتاة إلا أن التاء مع المخاطبة الواحدة هي ضمير الخطاب ولام الكلمة محذوفة ولياء ولياء مع المخاطبات هي اللام الكلمة اتصلت بها نون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الرابع في تصريف الأسماء انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب الباب الرابع في تصريف الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والسلام على عباده الذين اصطفاء وبعد فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا جامع الدروس العربية وهو يشتمل على الباب الرابع في تصريف الأسماء الباب الخامس في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء الباب السادس في مباحث الفعل الإعرابية الباب السادع في مباحث الاسم الإعرابية الباب الثامن في مرفوعات الأسماء وقد كان تأليفه في مدينتنا بيروت الشام عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة وعام إثنى عشر وتسعمائة وألف للميلاد بيروت الغلاييني عنوان الباب الرابع تصريف تصريف الأسماء الصفحة الثالثة ويجتمل هذا الباب على تسعة فصول واحد الجامد والمشتق الاسم نوعان جامد ومشتق فالاسم الجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل كحجر وسقف ودرهم ومنه مصادر الأفعال الثلاثية المجردة غير الميمية كعلم وقراءة أما مصادر الثلاثي المزيد فيه والرباعي مجردا ومزيدا فيه فليست من الجوامد لأنها مبنية على الفعل الماضي منها فهي مشتقة منه وكذلك المصدر الميمي فهو مشتق بزيادة ميم في أوله كما علمت في مبحث المصدر في الززء الأول من هذا الكتاب والاسم المشتق ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومنشار ومجتمع ومستشفى وصعب وأدعج والاسماء المشتقة من الفعل عشرة أنواع وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرد واسم الآلة وقد تقدم القول وقد تقدم القول فيها في الكلام على شبه الفعل من الأسماء في الجزء الأول من هذا الكتاب والاسم إما متمكن وهو المعرب وإما غير متمكن وهو المبني والمشتق لا يكون إلا متمكنا لأنه لا يكون إلا معربا والجامد يكون متمكنا وغير متمكن لأن منه المعرب ومنه المبني فغير المتمكن وهو المبني من الأسماء لا شأن للتصريف فيه وهو قد يكون على حرف واحد كتاء الضمير وعلى حرفين مثل هو ومن وعلى ثلاثة أحرف مثل كيف وإذا وعلى أكثر مثل مهما وأيانا والمتمكن هو موضوع التصريف عنوان اثنان المجرد والمزيد فيه الصفحة الرابعة الاسم المتمكن مبني في أصل الوضع إما على ثلاثة أحرف كحجر وإما على أربعة كجعفر وإما على خمسة كسفرجل وما زاد على خمسة فهو مزيد فيه كخنبريس وما مقص عن ثلاثة فهو محذوف منه كأب ويد وفم وأصلها أبو ويد وفوه وهو من حيث أحرفه إما مجرد وهو ما كانت أحرفه كلها أصلية كرجل ودرهم وسفرجل وإما مزيد فيه وهذا إما مزيد فيه حرف واحد كحصام وقنديل وإما حرفان كمصباح وحرنجام وإما ثلاثة أحرف كانطلاق واصبطرار وإما أربعة أحرف كاستغفار والمجرد إما ثلاثي كورق وإما رباعي كسلهب وإما خماسي كفرزق والمزيد فيه إما ثلاثي الأصول كسلاح وإما رباعيها كأصفور وإما خماسيها كقبع ثرى وغاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف كاستغفار عنوان ثلاثة موازين الأسماء الصفحة الخامسة لكل اسم متمكن ميزان نوزن به فإذا أردت أن تزن اسما أتيت بأحرف فعلا مطابقة لحركاته وسكناته فوزن فرس فعل فإن بقي بعد الثلاثة حرف أصلي كررت لام فعل فدرهم على وزن فعل وإن بقي حرفان أصليان كررت لام مرتين فسفرجل على وزن فعل وإن كان في الاسم زيادة زدتها في وزنه فضارب على وزن فاعل ومضروب على وزن مفعول ومفتاح على وزن مشعال وانطلاق على وزن فعال واستغفار على وزن استفعال إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الاسم فتكرر في الميزان ما يماثله من أحرفه فمعظم على وزن مفعل بتكرار عين الميزان ومغرورق على وزن مفعول بتكرار عين الميزان وسوداد على وزن فعلال بتكرار لام الميزان ولا يزاد في الميزان الحرف الزائد بنفسه فلا يقال في وزن معظم مفعظل ولا في وزن مغرورق مفعورل ولا في وزن اسوداد افعلاد عنوان أوزان الأسماء الثلاثية المجردة الصفحة السادسة للثلاثي المجرد من الأسماء عشرة أوزان وهي واحد فعل ويكون اسما كشمس وصفة كسه اثنان فعل ويكون اسما كفرس وصفة كبطل ثلاثة فعل ويكون اسما ككبد وصفة كحذر اربع فعل ويكون اسما كرجل وصفة كاقم خمسة فعل ويكون اسما كعدل وصفة كميكس ستة فعل ويكون اسما كعنب وصفة كما وروي سبعة فعل ويكون اسما كابل وصفة كأتان ابد ثمانية فعل ويكون اسما كقفر وصفة كحلو تسعة فعل ويكون اسما كسرد وصفة كحطم عشرة فعل ويكون اسما كعنق وصفة كجنب عنوان اوزان الاسماء الرباعية المجردة الصفحة السابعة للرباعي المجرد من الاسماء ستة اوزان وهي واحد واحد فعل ويكون اسما كجعفر وصفة كشهرب اثنان فعل ويكون اسما كزبرج وصفة كخرمس ثلاثة فعل ويكون اسما كدرهم وصفة كهبلع اربعة فعل ويكون اسما كبرث وصفة كجرشع خمسة فعل ويكون اسما كفطح وصفة كسبطر ستة فعل ويكون اسما كجخدب وصفة كجرشع وكل ما ورد من الاسماء والصفات على هذا الوزن السادس جاز ان يكون على الوزن الرابع فعل ولذلك عده جمهور العلماء فرعا من وقد ثبت بالاستقراء ان الرباعي لا بد من اسكان ثانيه او ثالثه كي لا تتغالى اربع حركات في كلمة واحدة وذلك ممنوع عنوان اوزان الاسماء الخماسية للخماسي المجرد من الاسماء اربعة اوزان وهي واحد فعلل ويكون اسما كسفرجل وصفة كشمردل فعلل ولم يجئ الا صفة كجحمرش ثلاثة فعلل ويكون اسما كخزعبل وصفة كقفعمل اربعة فعلل ويكون اسما كزنجف وصفة كجردح واعلم واعلم ان ما خرج عما تقدم من اوزان المجردات الثلاثية والرباعية والخماسية شاذ او مزيد فيه او محذوف منه او مركب او اعزمي عنوان اوزان الاسماء المزيدة فيها الصفحة الثامنة للمزيد فيه من الاسماء اوزان كثيرة لا ضابط لها واحرف الزيادة عشرة وي احرف سألتمونيها ولا يحكم بزيادة حرف الا اذا كان معه ثلاثة احرف اصول والحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الاصلي والذي يسقط في بعض تصاريفها هو الزائد والحكم بالزيادة والاصالة انما هو للاسماء العربية المتمكنة اما الاسماء المدنية والاسماء الاعجمية فلا وجه للحكم بزيادة شيء فيها عنوان اربعة المثنى واحكام الصفحة التاسعة المثنى اسم المعرض ناب عن مفردين اتفق لفظا ومعما بزيادة الف ونون اوياء ونون وكان صالحا لتجريده منهما فان اختلفا في اللفظ فلا يثنيان بلفظ واحد فلا يقال في كتاب وقلم كتابان مثلا واما نحو العمرين لعمر ابن الخطاب وعمر ابن هشام ولابي بكر وعمر ونحو الابوين للاب والام والقمرين للشمس والقمر والمروتين للصفا والمروة فهو من باب التغليب اي تغليب احد اللفظين على الاخر وهو سماعي لا يقاس علي ومثل ذلك لا يكون مثنا لاختلاف لفظ المفردين بل هو ملحق بالمثنى من جهة الاعراب وان اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فلا يثنيان ايضا كأن يكون اللفظ من المشترك كالعين فلا يقال عينان للباصرة والجارحة ولا غزالتان للشمس والضبية او ان يكون للفظ معنيان حقيقي ومجازي فلا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجاز فلا يقال رأيت اسدين تعني اسدا حقيقيا ورجلا شجاعا كالاسد وان نابعا مفردين بلا زيادة كشفع وزوج فليس بمثنى وان نابعا مفردين بزيادة غير صالحة للإسقاط وتجريد الاسم منها كاثنين واثنتين وكلا وكلا لم يكن مثنى بل هو ملحق به في إعرابه إذ لم يسمع إثن ولا إثن ولا كلا ولا كلت عنوان الملحق بالمثنى الصفحة العاشرة يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى ولم يكن صالحا للتجريد من علامته وذلك مثل كلا وكلت مضافين إلى الضمير ومثل إثنين واثنتين وكذا ما ثني من باب التغليب كالعمرين والأبوين والقمرين وكذلك ما ثني به من الأسماء المثنى كحسنين وزيدين عنوان ما لا يثنى من الكلمات الصفحة العاشرة لا يثنى المركب كبعلبك وسيبويه ولا المثنى ولا الجمع ولا ما لا ثاني له من لفظه ومعنى كعمر معلي وكعين للباصرة والجارحة وأما نحو العمرين والقمرين والأبوين فهو من باب التغليب كما قدمنا فإذا أريد تثنية المركب الإضافي يثنى جزءه الأول فيقال في تثنية عبد الله وخادم الدار عبد الله وخادم الدار وإذا أردت تثنية المركب المسجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي أو المثنى أو الجمع جئت قبلهما بكلمة ذوى رفعا وذوي مصبا وجرا فتقول في تثنية سيبويه وتأبط شر وحسنين وعابدين أعلاما ذوى سيبويه وذوى تأبط شر وذوى حسنين وذوى عابدين أي صاحب هذا هذا لسم عنوان تثنية الجم الصفحة الحادية عشرة قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين وذلك كقولهم إبلان جمالان غنمان رماحان بلادان ومن ذلك الحديث مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين عنوان الجمع مكان المثنى الصفحة الحادية عشرة قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما متصلا بصاحبه تقول ما أحسن رؤوسهما ومنه قوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله فقد سغط قلوبكما ولم يقول في المنفصلين أفراسهما ولا غلمانهما وبعض العرب يجعل الجمع مكان المثنى مطلقا وعليه قولهم ضع رحالهما عنوان تثنية الصحيح الآخر وشبهه والمنقوص الصفحة الحادية عشرة إذا ثنيت الصحيح الآخر كرجل وامرأة وضوء أو شبهه كظبي ودلو أو المنقوص كالقاضي والداعي ألحقت بآخره علامة التثنية بلا تغيير فيه فتقول رجلان وامرأتان وضوءان وضبيان وداعيان عنوان تثنية المقصور الصفحة الثانية عشرة إذا ثميت مقصورا فإن كان ثلاثيا قلبت ألفه وواء إن كان أصلها الواو وياء إن كان أصلها الياء فتقول في تثنية عصا عصوان وفي تثنية فتن فتيان وقد يكون للألف أصلا فيجوز فيها وجهان وذلك كالرحا في النهياء في لغة من قال رحيت وواوية في لغة من قال رحوت فيجوز أن يقال في تثنيتها رحيان ورحوان وإن كان مقصورا فوق الثلاثي خلبت ألفه ياء على كل حال فتقول في تثنية حبل ومصطفى ومستشفى حبليان ومصطفيان ومستشفيان عنوان تثنية الممدود الصفحة الثانية عشرة إذا فنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية تبقى على حالها فتقول في تثنية قراء ووضاء قراء ووضاء وإن كانت مزيدة للتأنيف قلبت واوا فتقول في تثنية حسناء وصحراء حسناوان وصحراوان وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق جاز فيها الوجهان بقاؤها على حالها وانقلابها واوا فتقول في المبدلة كساوان وكساءان وغطاوان وغطاءان وتقول في المزيدة للإلحاق علباوان وعلباءان وقوباوان وقوباءان وحرباوان وحرباان وتصحيح الهمزة أي تركها على حالها في المبدلة من واو أو ياء أو لا وقلبها واوا في المزيدة للإلحاق أحسن وما كان قبل ألفه التي للتأنيث واو جاز تصحيح همزته لألا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف فتقول في عشواء عشواوان وعشواءان عنوان تثنية المحذوف الآخر الصفحة الصفحة الرابعة عشرة إن كان ما يراد تثنيته محذوف الآخر فإن كان ما حذف منه يرد إليه عند الإضافة رد إليه عند التثنية فتقول في تثنية أب وأخ وحم وأصلها أبو وأخو وحم وفي تثنية قاض وداع وشج قاضيان وداعيان وشجيان كما تقول في الإضافة أبوك وأخوك وحموك وقاضيك وداعيك وشجيك وإن لم يكن يرد إليه المحذوف عند الإضافة لم يرد إليه عند التثنية بل يثنى على لفظه فتقول في تثنية يد وغد ودم وفم واسم وابن وسنة ولغة وأصلها يد وغد ودم أو دم وفوه وسم وبن وسن ولغة أو لغة يدان وغدان ودمان وفمان واسمان وبنان وسنتان ولغتان كما تقول في الإضافة يدك وغدك ودمك وفمك واسمك وابنك وسنتك ولغتك عنوان خمسة جمع المذكر السالم الصفحة الرابعة عشرة الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره مثل كاتبين وكاتبات أو تغيير في بنائه مثل رجال وكتب وعلماء وهو قسمان سالم ومكسر فالجمع السالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع وإنما يزاب في آخره واء ونون أو ياء ونون مثل عالمون وعالمين أو ألف وتاء مثل عالمات مفاضلات وهو قسمان جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم فجمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واء ونون في حالة الرفع مثل قد أفلح المؤمنون وياء ونون في حالتين نصب والجر مثل أكرم المجتهدين وأحسن إلى العاملين عنوان شروط جمع المذكر السالم الصفحة الخامسة عشرة لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان الأول العلم لمذكر عاقل بشرط خلوه من التاء ومن التركيب مثل أحمد وسعيد وخالد الثاني الصفة لمذكر عاقل بشرط أن تكون خالية من التاء صالحة لدخولها أو للدلالة على التفضيل مثل عالم وكاتب وأفضل وأكمل فعالم وكاتب خاليان من التاء صالحان لقبولها فتقول عالمه وكاتبه وأفضل وأكمل خاليان من التاء غير صالحين لدخولها لكنهما اسم تفضيل والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بشرط أن تخلو من تاء التأنيث فإن خلت منها يشترط فيها أحد أمرين إما أن تقبل التاء وإما أن تكون اسم تفضيل فإن لم تقبلها ولم تكن دالة على التفضيل لا تجمع هذا الجمع كأحمر وصبور وقتيل كما سيأتي وكل ما كان من باب أفعل فعلاء مثل أحمر وحمراء أو من باب فعلان فعلاء مثل سكران وسكراء أو كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل غيور وجريح فهو غير صالح لقبول التاء فلا يجمع هذا الجمع مثل زينب وداحس علم فرس وحمزة وسيبويه من الأعلام ولا مثل مرضع وسابق صفة فرس وعلامة وأبيض وولهان وصبور وقتيل من الصفات وأما أفعل الدال على التفضيل ومؤنثه فعلاء بضم الفاء فيجمع جمع مذكر سالما وإن لم يكن صالحا لدخول التاء لأن ما خلى من التاء يشترط فيه أحد شيئين إما صلاحه لدخول التاء وإما دلالته على التفضيل عنوان الملحق بجمع المذكر السالم الصفحة السادسة عشرة يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب مجموعة هذا الجمع غير مستوف للشروط وذلك مثل أولي وأهلينا وعالمينا ووابلينا وأراضينا ودمينا وعشرين إلى التسعين ومثل سنين وعضينا وعزينا وثوبين ومئين وقوينا وغبين ونحوها ومفردها سنة وعبة وعزة وثوبة ومئة وكرة وغبة قال تعالى كم لبثهم في الأرض عدد سنين وقال الذين جعلوا القرآن عظين وقال جل شأنه عن اليمين وعن الشمال عزين انتهى الوجه الأول ما سمي به من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم مثل عليين وزيدين قال تعالى إن كتاب الأضرار لفي عليين وتقول في من يسمى عابدين وزيدين جاء عابدون وزيدون ورأيت عابدين وزيدين ومررت بعابدين وزيدين عنوان جمع الصحيح الآخر وشبهه الصفحة السابعة عشرة إن كان المراد جمعه جمع المذكر السالم صحيح الآخر أو شبهه زيدت فيه الواو والنون أولياء والنون بلا تغيير فيه فيقال في جمع كاتب كاتبون وكاتبين وفي جمع الضبي على من لرجل ظبيون وظبيين عنوان جمع الممدود الصفحة الثامنة عشرة إن جمعت الممدود هذا الجمع فهمزته تعطى حكمها في التثنية أي إن كانت همزته للتأنيث وجب قلبها واواء فتقول في جمع ورقاء علما لمذكر عاقل ورقاونا وفي جمع زكرياء زكرياء ونا وإن كانت أصلية تبقى على حالها فتقول في جمع وضاء وقراء وضاء وقراء وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو مزيدة للإلحاق جاز جاز فيها الوجهان ابقاؤها على حالها وقلبها واواء فتقول في جمع رجاء وغطاء وعلباء أعلاما لمذكر عاقل رجاءونا ورجاونا وغطاءونا وغطاونا وعلباء وعلباؤونا والهمزة في المبدلة من واو أو ياء أفصح عنوان جمع المقصور الصفحة الثامنة عشرة إن جمع المقصور هذا الجمع تحذف ألف وتبقى الفتحة بعد حذفها دلالة عليها فتقول في جمع مصطفى مصطفون ومنه قوله تعالى وأنتم الأعلون وقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وتقول في جمع رضا علما لمذكر عاقل رضونا في الرفع ورضينا في النصب والجر عنوان جمع المنقوص الصفحة الثامنة عشرة إن كان ما يجمع هذا الجمع منقوصا تحذف ياء ويضم ما قبلها إن جمع بالياء والنون وتبقى الكسرة إن جمع بالياء والنون فتقول في جمع القاضي القاضون والقاضين عنوان ستة جمع المؤنث السالم الصفحة التاسعة عشرة جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء زائدتين مثل هندات ومرضعات وفاضلات ونحو قضاه وهداه هو من جموع التكسير وليس بجمع مؤنث سالم لأن ألفه ليست زائدة بل هي منقلبة والأصل قضايا وهدايا بوزن فعله بضم الفاء وفتح العين وتاء الجمع المؤنث السالم مبسوطة وتاء قضاه وهداه ونحوهما مربوطة ونحو أبيات وأشتات من جموع التكسير أيضا لأن تاءها أصلية عنوان الأسماء التي تجمع هذا الجمع الصفحة التاسعة عشرة يضطرد هذا الجمع في عشرة أشياء الأول علم المؤنث كدعد ومريم وفاطمة الثاني ما ختم بتاء التأنيف كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة ويستثنى من ذلك امرأة وشاه وأمة وأمة وشفة وملة فلا تجمع بالألف والتاء وإنما تجمع على نساء وشياه وإماء وأمم وشفاه الثالث صفة المؤنث مقرونة بالتاء كمرضعة ومرضعات أو دالة على التفضيل كفضل مؤنث أفضل وفضليات لذلك لم يجمع نحو حائض وحامل وطالق وصبور وجريح وذمول من صفات المؤنث بالألف والتاء لأما الشرط في جمع صفة المؤنث بهما أن تكون مختومة بالتاء أو دالة على التفضيل وهذه الصفات ليست كذلك بل تجمع على حوائض وحوامل وطوالق وصبور بضم الصاد والباء وشرح وذمل بضم الذال والميم الرابع صفة المذكر غير العاقل كجبل شاهق وجبال شاهقات وحصان سابق وحصن سابقات الخامس المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله كإكرامات وإنعامات وتعريفات السادس مصغر مذكر ما لا يعقل كدريهم ودريهمات وكتيب وكتيبات وإنما جاز جمعه لأن المصغر صفة في المعنى وصفة المذكر غير العاقل تجمع بالألف والتاء كما علمت أما مصغر المؤنث غير العاقل فلا يجمع بهما وذلك كأرينب وخنيصر وعقيرب تصغير أرنب وخنصر وعقرب لأنه في المعنى صفة لمؤنث خالية من التاء وليس الدالة على التفضيل كما علمت وقد نص العلماء على أن مصغر المؤنث غير العاقل لا يجمع جمع المؤنث السالم راجع حاشية الصبان على الأشمون وحاشية ابن عقيل للخضري وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع للسيوط والتصريح شرح التوضيح للشيخ خالد ولذلك لم يصب بعض المؤلفين من المتأخرين في تجويز ذلك وجعله مضطرضا مع نص العلماء على منعه أما نحو أذينه تصغير أذن فيجمع على أذينات لمكان التاء التي لحقته عند التصغير وما ختم بتاء التأنيث يجمع بالألف والتاء مطلقا كما علمت السابع ما ختم بألف التأنيث الممدودة كصحراء وصحراوات وعذراء وعذراوات إلا ما كان ما كان على وزني فعلاء مؤنث أفعل فلا يجمع هذا الجمع كحمراء مؤنث أحمر وكحلاء مؤنث أكحل وصحراء مؤنث أصحر وإنما يجمع هو ومذكره على وزني فعل كحمر وكحل وصحر وأما جمعهم خضراء على خضراوات كما في حديث ليس في الخضراوات صدقة فخضراء هذه ليس المقصود منها الوصف بالخضرة وإنما أرادوا بها الخضر وهي البقول والفاكهة فهي قد صارت اسما لهذه البقول ولا يقال في مقابلها أخضر فهي فعلاء ليس لها أفعل وقد جرت مجرى صحراء التي معناها الأرض الخلاء فجمعها كصحراء بالألف والتاء إنما باعتبار أنه مسمان لا صفتان الثامن ما قتم بألف التأنيث المقصورة كذكرى وذكريات وفضلى وفضليات وحبلاء وحبليات إلا ما كان على وزني فعلا مؤنث فعلان فلا يجمع هذا الجمع كسكرى مؤنث سكران وريا مؤنث ريان وعطشى مؤنث عطشان وإنما يقال في جمع سكرى ومذكرها سكارى وسكارى وسكرا وفي جمع ريى ومذكرها رياء بكسر الراء وفي جمع عطشى ومذكرها عطاش بكسر العين وعطاش بفتحها التاسع الاسم لغير العاقل المصدر بابن أو ذي كابن آواء وبنات آواء وذي القعدة وذوات القعدة ابن وذو المضافان إلى غير العاقل تجمعهما على بنات وذوات أما المضافان إلى العاقل فيجمعان على بنينا أو أبناء وذوي فتقول في جمع ابن عباس وذي علم بن عباس وأبناء عباس وذو علم العاشر كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر كالتلغراف والتليفون والفنغراف والرزنامج والبرنامج وما عدا ما ذكر لا يجمع بالألف والتاء إلا سماعا وذلك كالسماوات والأراضات والأمهات والأمات والسجلات والأهلات والحمامات والاستضلات والثيبات والشمالات ومن ذلك بعض جموع الجمع كالجمالات والرجالات والكلابات والبيوتات والحمرات والدورات والديارات والقطرات فكل ذلك سماعي لا يقاس علي عنوان الملحق بجمع المؤنث السالم الصفحة الثانية والعشرون يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه شيئان الأول الأولات بمعنى صاحبات والثاني ما سمي به من هذا الجمع مثل عرفات وأذرعات عنوان جمع المختوم بالتاء الصفحة الثانية والعشرون إن جمعت المختوم بالتاء هذا الجمع حذفتها وجوبا فتقول في جمع فاطمة وشجرة فاطمات وشجرات عنوان جمع الممدود الصفحة الثالثة والعشرون إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع ممدودا فهمزته تعطى حكمها في التثنية فتقول في جمع عذراء وصحراء عذراوات وصحراوات وتقول في جمع قراء ووضاء إن سميت بهما أنثاء قراءات ووضاءات وتقول في جمع الباء وسماء وحياء أعلاما لمؤنث الباء وسماءات وحياءات وإلباوات وسماوات وحياءات عنوان جمع المقصور الصفحة الثالثة والعشرون إن أردت جمع المقصور فألفه تعطى حكمها في التثنية أيضا فتقول في جمع حبل وفضل حبليات وفضليات وفي جمع رجا وهدى على مين المؤنث رجوات وهديات وإن جمعت نحو صلاة وزكاة وفتاة ونواة مما ألفه مبدلة من الواوي أو الياء حغفت منه التاء وقلبت الألف المبدلة من الواوي واوا والمبدلة من الياء ياء وجمعته بالألف والتاء كصلاوات وزكوات وفتيات ونوايات وإن جمعت نحو حياة مما ألفه المبتلة من الياء مسبوقة بياء قلبت ألفه واوا وإن كانت ثالثة أصلها الياء كحيوات ولا تقل حييات كراهية اجتماع يا أين مفتوحتي عنوان جمع الثلاثي الساكن الثاني الصفحة الرابعة والعشرون إن جمعت هذا الجمع اسما ثلاثيا مفتوح الأول ساكن الثاني صحيحة خاليا من الإضغام وجب فتح ثانيه اتباعا لأوله فتقول في نحو دعد وسجدة وظبية دعدات وسجدات وظبيات قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وقال الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى يمن كنا أم ليلى من البشر وأما قوله وحملت زفرات الدحى فأطقتها ومالي بزفرات العشية داني بإضغام الحر بإبقاء الحرف الثاني في زفرات على حاله فضرورة وإن جمعت اسما ثلاثيا مضموما الأول أو مكسورة ساكن الثاني صحيحة خاليا من الإضغام مثل خطوة وجملة وهند وقطعة وفقرة جاز فيه ثلاثة أوجه الأول إتباع ثانيه لأوله كخطوات وجملات وهندات وقطعات وفقرات الثاني فتح ثانيه كخطوات وجملات وهندات وقطعات وفقرات الثالث إبقاء ثانيه على حاله من السكون كخطوات كخطوات وجملات وجملات وهندات وقطعات وفقرات أما الاسم فوق الثلاثي كزينب وسعات والاسم الصفة كضخمة وعبلة والاسم الثلاثي المحرك الثاني كشجرة وعنب والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف إله كجوزة وبيضة وسورة والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كحجة ومرة فكل ذلك لا تغير فيه بل يقال ذينبات وسعادات وضخمات وعبلات وشجرات وعنبات وجوزات وبيضات وسورات وحجات ومرات وبنه ذيل يحركون ثاني الاسم الثلاثي إذا كان حرف علة عند جمعه بالألف والت بالفت أي كانت حركة ما قبله فيقولون في جمع سورة وصورة وديمة وبيعة سورات وصورات وديمات وبيعات عنوان سبعة جمع التكسير الصفحة الخامسة والعشرون جمع التكسير ويسمى الجمع المكسر أيضا هو ما نابى عن أكثر من اثنين وتغير بناء مفرده عند الجمع مثل كتب وعلماء وكتاب وكواتب والتغيير إما أن يكون بزيادة على أصول المفرد كسهام وأقلام وقلوب ومصابيح وإما بنقص عن أصوله كتخم وسدر ورسل وإما باختلاف الحركات كأسد وهي جمع سهم وقلب ومصباح وتخمة وسدرة ورسول وأسد وهو قسمان جمع قلة وجمع كثرة فجمع القلة ما وضع للعدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة كأحمال وجمع الكثرة ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له كحمول عنوان فوائد الصفحة السادسة والعشرون واحد جمع القلة يبتدئ بالثلاثة وينتهي بالعشرة وجمع الكثرة يبتدئ بالثلاثة ولا نهاية له إلا صيغة منتهى الجموع جتبتدئ بأحد عشر وذلك إنما هو فيما كان له جمع قلة وجمع كثرة أما ما لم يكن له إلا جمع واحد ولو كان صيغة منتهى الجموع فهو يستعمل للقلة والكثرة وذلك كرجال وأرجل وكتب وكتاب وأفئدة وأعناق وكواتب ومساجد وقناديل أما ما له جمع قلة وجمع كثرة كأضلع وضلوع وأضالة فهو كما قدمنا على أن العرب كما قال ابن يعيش في شرح المفصل قد تستعمل اللفظة الموضوع للقليل في موضع الكثير وإن الجموع قد يقع بعضها موضع بعض ويستغنى ببعضها عن بعض والأقيس أن يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة لأن القليل داخل في الكثير وأما الجمع السالم فهو بنوعي يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح وقيل هو من جمع القلة اثنان إذا قرن جمع القلة بما يصرفه إلى معنى الكثرة انصرف إليها كأن تسبقه الدالة على تعريف الجنس كقوله تعالى ويحضرت الأنفس الشح أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قو عنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن ذلك قول حسان ابن ثابت لما الجفانات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى فإضافة الأسياف إليهم وهي من جموع القلة صرفتها إلى الكثرة وأما الجفانات فهي تستعمل للقلة والكثرة لأنها جمع سالم وهي هنا أيضا للكثرة على رأي من يقول إن الجمع السالم للقلة لاقترانه بلا من التعريف الجنسية وبهذا تعلم أن الاعتراض على حسان في استعماله الجفانات بدل الجفان والأسياف موضع السيوف ساقط وأن الرواية المروية في هذا الموضوع التي أبطالها النابغة وحسان والخنساء والأعشى مفتعلة لأن هؤلاء أجل من أن يقعوا في مثل هذه الحمأة عنوان تكسير الأسماء والصفات الصفحة السابعة والعشرون لا يجمع من الأسماء إلا ما كان على ثلاثة أحرف كقلب وقلوب أو على أربعة أحرف ككتاب وكتب ودرهم ودراهم أو على خمسة أحرف رابعها حرف علة ساكن كمصباح ومصابيح وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير وفردوس وفراديس وما كان منها على غير هذا فلم يجمعوه إلا على كراهية وذلك لأن العرب يستكرهون تكسير ما زاد من الأسماء على أربعة أحرف إلا أن يكون قبل آخره حرف علة ساكن لأن ذلك يفضي إلى حذف شيء من حرفه ليتمكنوا من تكسيره كما جمعوا سفرجلا وجح مارشا وعندليبا على سفارج وعنادل وجحامر وما عدا ذلك من الأسماء فلم يستكره تكسير شيء منه لسهولة تكسيره من غير إفضاء إلى حذف شيء منه أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمع السلامة وذلك هو قياس جمعها وتكسيرها ضعيف لأنه خلاف الأصل في جمعها قال ابن يعيش في شرح المفصل وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف قوية الوصفية وقل دخول التكسير فيها وإذا قل استعمال الصفة مع الموصوف وكثر إقامتها مقامة غلبت الاسمية عليها وقوية التكسير فيها انتهى وحقها أن يجمع المذكر العاقل منها جمع المذكر السالم وأن يجمع المؤنث منها والمذكر غير العاقل جمع المؤنث السالم لكن نوم اتسعوا في تكسيرها لاتساع ميدان البيان عندهم والحاجة تفتق الحيلة فكان ذلك داعيا إلى تكسير الصفات كما كسروا الأسماء لكنهم لم يكسروا كل الصفات فإنهم امتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثلاثي كمكرم ومنطلق ومستخرج ومدحرج ومتدحرج ومن تكسير اسم المفعول مطلقا كمعلوم ومكرم ومستخرج ومدحرج وكذلك امتنعوا من تكسير ما كان من الصفات على وزن فعال كسباق أو فعال ككبار أو فعيل كصديق أو فعول كقدوس أو فيعول كقيوم وأما جمعهم جبارا على جبابرة فهو على خلاف الأصل وهو شاذ في القياس عنوان جموع القلة الصفحة التاسعة والعشرون لجمع القلة أربعة أوزان وهي واحد أفعل كأنفس وأذرع وهو جمع لشيئي الأول اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح الفاء والعين غير مضاعف كنفس وأنفس وظبي وأظب وأصله أظب بوزني أفعل وشذ مجيئه من معتل الفاء كوجه وأوجه ومن معتل العين كعين وأعين ومن المضاعف كسك وأصك وكف وأكف الثاني اسم الرباعي مؤنث قبل آخره حرف مد كذراع وأذرع ويمين وأيم وشذ مجيئه من المذكر كشهاب وأشهب وغراب وأغرب وعتاد وأعتد وجنين وأجن عنوان ثوائد الصفحة التاسعة والعشرون واحد المراد بالاسم في باب جمع التكثير ما كان من الأسماء غير صفة كما قدمنا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها فمتى اختص وزن من أوزان الجموع المكسرة بالأسماء فلا تجمع عليه الصفات وحيث اختص بالصفات فلا تجمع عليه الأسماء فليتنبه الطالب لذلك كي لا يلتبس عليه الأمر اثنان اذا قيل ان كذا من أوزان الجموع جمع لكذا من الأسماء والصفات فالنراد به ان هذا هو قياس جمعه وانه لا يجمع قياسا على غير هذا الجمع الا ما اجتمعت فيه شروط جمعه عليه وانما جمع عليه مما لم يستوفي الشروط فهو شاذ لا يقاس عليه غيره وليس المراد ان كل ما اجتمعت فيه الشروط يجوز ان يجمع على هذا الوزن فقد تجتمع الشروط في اسم او صفة ولا يجمعان على ما هو قياس جمعها انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر